بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الدرس الثاني من كورس خصائص على مواد الكهربية أو Properties of Electrical Materials سنعود الدرس الثاني في المقرر أو الدرس الثاني في الكورس بشكل عام، وهو يتكلم عن حاجة اسمها الـ Skin Effect أو التأثير الحلقي في الموصلات المفروض أنك سمعت حق اللي فاتت وعرفت تأسيمة المواد الكهربية المصادمة في التطبيقات الكهربية المختلفة واخدنا نظرة عامة على كل واحد، بدأنا في الموصلات أو الـ Conductors وخدنا أننا سنتكلم عليها لمدة 3 أو 4 حلقات جايين فالنهاردة هنكمل اللي أخدناه في الـ Conductors ونقول لك سمعتها بالتفصيل وفهم كل شيء فيها المفروض يعني وحال لنا 40 سؤال كمان سعية، 40 سؤال اختار فهنكمل على هذه الموصلات وهندلس النهاردة ظاهرة من الظواهر اللي بتحصل على المواد الموصلة لما يمر فيها تغير كهربية هتحصل ظاهرة كده اسمها الـ Skin Effect على الموصلات أو على المواد الموصلة لها الـ Conductors وهنأخذها النهاردة إن شاء الله بالتفصيل، وهنفهم كل شيء فيها بسهولة ومرونة شديدة والموضاع مش محتاجة عيد وموضاع بسيط ولازم أن تكون فهموا لأنك حتى لحد ما تتخرج هتتقابل هذه الأشياء في شغلك يعني كان ده أساسي وأبجاديات مهندس كهرباء زي ما يقولوا كده والحاجة اللي هنأخذها الدرس الجاي بإذن الله هنأخذها الـ Proximity Effect وهنأخذ بعدها حاجة اسمها Rating Factor وحاجة هنكمل تكملة حلوة فحاول أفصل كل واحدة من دول في حلقة منفصلة عشان يبقى الموضوع سهل إن حد يوصلوا بسهولة هتلاقي هنا الفهرس اللي هنأعمله النهاردة عناوين رئيسية وهتلاقي الشرح هنا بالتفصيل كتابة وصور توضيحية ولو حبيت زاكن ورق هي بزايل فل كل شيء حتى أنا أفضل تسمع الحلقة يعني هتلاقي هنا كلام هيتقل لك في الفيديو بطريقة أسهل إن شاء الله وفي الآخر هتلاقي أسئلة حلو تقدر ترجع لها كل سؤال موجود هنا وإجابته تحت ولو أحتاجت التفصيل ترجع للحلقة حلو أول حاجة نتكلم عليه هي هتدي لك مقدمات سريعة عشان تفهم الحاجات اللي محتاج تفهمها من زمان أو تتذكر الحاجات اللي مفوت تكون فاكرها من زمان عشان تفهم الاسكن افكت أغلب غلطات اللي بتحصل في الشرح بيخش يشرح لك الاسكن افكت وانت ناسي الكلام اللي خدته زمان في المغناطسية وكورس الالكتريستي والآخرية فشوية معلومات سريعة كده هودالك على الإنجاز عشان تفهم الاسكن افكت بسرعة إن شاء الله المعلومة الأوانية إن أي وير لو جبنا أي وير أي سلك ومشينا جواه طيار كهربي طبعاً ده جزء من سيركت يعني ده حتة من سيركت ترى وير كده مادة موصلة الكون دكتور هيمشي فيه طيار كهربي في اتجاه ما حلو معنى طيار ماشي في موصل اعرف كده قاعدة عامة قاعدة أساسية في الحياة طيار كهربي ماشي في موصل لازم ان ينشئ حواليه مجال مغناطيسي ده لما فره منه هذه ظاهرة طبيعية السبب بتاعها هو أن ربنا خلق الدنيا كده كل طيار كهربي ينشئ حواليه مجال مغناطيسي وده اللي اكتشفنا زمان بقى لما لقنا البوستر بتنحرفه القصة دي كلها المجال ده بيعمل ازاي؟ بنمثله بشكل ايه؟ بشكل دواير كده حلو بنسميها خطوط المجال مغناطيسي بيبقى اتجاهها عامل ازاي؟ هل هي بتأتجاهها كده هو؟ ولا بتأتجاهها كده هو؟ أنا قد تفتكر أن أي طيار ينشئ في الطريق ينشئ حواليه مجال مغناطيسي يتم تحديد الاتجاهه وفقا لقاعدة ليدي اليوم تضع بصبعك كبير مع تجاه الطيار والتفاف بقية الأصابع هالتفاف بقية الأصابع هتكده هو او حتى من غير ما نذهب هنا دي طريق الحساب القاعدة ليدي اليمنى هتضع بقية الأصابع كبير مع تجاه الطيار، التفاف بقية الأصابع سيشير لاتجاه المجال طيب أنت كده عرفت اتجاه المجال المغناطيسي أو اللي هو الماغنيتك فلوكس أو الماغنيتك فليلد اللي هينشأ نتيجة مرور طيار كهرابي في كوندكتور أو سلك أول ما الطيار كهرابي مر في سلك، هينشأ حوالي مجال مغناطيسي بيتم تحديد اتجاهاته بالشكل ده يعني مجال مغناطيسي بقصة دي ده، أنت كده مدخلتش يعني الكلية معنا، فهم الفكرة؟ أنا أتعاد بفكرة معلومة أن أي سلك يمر في طيار كهرابي ينشأ حوالي مجال مغناطيسي، طيب دي دي الكلام حلو جدا المجال المنصي اللي هينشأ ده، هيبقى ثابت الشدة ولا متغير الشدة، ثابت الاتجاه ولا متغير الاتجاه، حسب الطيار اللي ماشي الطيار اللي عندنا نوعين، طيار كله اللي ربنا خلقه نوعين يا حاجة DC، يا حاجة AC اللي هو الطيار المستمر والطيار المتردد ده يبقى له قيمة ثابتة بمرور الوقت، ده يبقى له قيمة alternating بتتبدل بمرور الوقت، أي أن يكون شكل السيجنال، ممكن أن تبقى سينوسودل فهو عمال يطلع وينزل، كما أنت شايف كده بمرور الوقت يعني إيه يطلع وينزل دي، يعني قيمته موجب مرة وصلب مرة موجب حبة وصلب حبة، يعني ماشي باتجاه ده مرة، بعدين يبقى إيه اللي باتجاهه نرجع ثاني في الاتجاه الأولاني، وهكذا، هذا يسميه alternating current أو AC AC current حلو، وممكن يبقى شكل شيء، السيجنال تعتبر تبقى حاجة عاملة كده هو، أو ممكن تلاقي حاجة عاملة كده هو، مهم أنه هو شكل alternating فاللي بيقال ثابت الشدة والاتجاه، اللي هو DC، والثاني متغير الشدة والاتجاه، ده هينشأ عنهم مجال مغناطيسي الDC هينشأ عنه مجال مغناطيسي عامل إزاي؟ ثابت الشدة والاتجاه وهو الDC، ال current اللي عمله ثابت، الوائر بتاعي، ماشيت في طيار ثابت، فطبيقة هينشأ حوالي مجال مغناطيسي ماله، ثابت هو كمان، ثابت الشدة وثابت الاتجاه طب، ليه ثابت الشدة؟ ده مفهومة لأنه DC، لأنه current ثابت المقدار، والB أو المجال المغناطي بيعتمد على current اعتمد مباشر فبالتالي طول ما انت مخلي current ثابت كمقدار، هيفضل الB ثابتة كمقدار، طب، ثابت ليه اتجاه؟ لأن current مصص في نفس الاتجاه، مش هيقلب فجأة لكن AC هي المشكلة Hook, هي هي لكنها مأملها من societies اتهاء والخبض ويومي راجع vino، خبض ويومي راجع هناك، و كل قليل مجال المغناطيسي ماله يتغير مجال مع Arrow عمال مجال المقصل على اتجاه، مجال مع اتجاه، Och recurring مع اتجاه ما Another superint المجال مع عمله، اتجاهها تابReal missile، وvio que هكذا اتجاه فبالتال كانت متغير شده؟ لأن AC كيمته تتغير, الطيار نفسه من ثابت، كما رأيت المرحلة The time,, time يجب عليك شيئاً من ذلك، صح؟ هذا يعني أن الارتفاع الذي هو قيمة I يختلف حسب النقطة التي عندها حسب كل point زمنية كل نقطة على الزمن لديها قيمة على Y axis التي تعبرها عن الطيار فالطيار قيمته تختلف واتجاهه يختلف وبالتالي قيمة المجال المنطيسي الذي ينشأ عند مروره عند مرور هذا الطيار في سلك يختلف اتجاهها ويختلف شدتها يبقى هكذا مقسمين الدنيا نصصين عموماً من البداية خالص أي line يمر في طيار ينشح لي مجال المنطيسي هذا المجال يختلف حسب لو كنت DC مجال ثابت الشدة والاتجاه لو كنت AC هي مجال متغير الشدة ومتغير الاتجاه جميعاً المعلومة الثانية عليك أن تفتكينها أنا أخبرهم لك كل واحدة هربطهم لك كل ما سنشرح الـ Skin Effect لنفسك فهمتها مثل FULL والله لا تتعدى كونها بديهيات شيئاً تفهي لو عندي line لا دعنا نقول بقى بشكل عام لو عندي دعنا نقول إنها line حتى من دايرة السلك ده سلك موجود في دايرة يعني ليه تكملة هنا بيمين وشمال لا يفعش الـ line الطيار يمشي في حاجة مقطوع لازم يمشي في closed loop فلنفترض إن هذا مقطع أنا أغدو أعمل زوم عليه حاله بنقول بقى للعكس بنقول لو إحنا هناك كنا مررنا طيار ينشأ مجال دلوقتي إحنا لو عرضنا السلك ده السلك ده ما هو إلا إلكترونز مكوناة من مادة نحاس ألمونيوم مش عارف أين يكن مادة السلك فهي فيها إلكترونز لو عرضت الإلكترونز دي أو عرضت السلك بشكل عام مهم وهو فاضي كده لا يوجد أي حاجة وهو ساكن في حالة سكون لو عرضتوا المجال المغناطيسي خارجي هيحرك جوه كرمت أعرف بقى هذا دي طيار لقعة عكسية راحة جاية لو فيه طيار مش في سلك ينشأ عنه مجال مغناطيسي ولو سلك فاضي عرضتوا المجال المجال هيخلق جوه السلك هيخلق جوه طيار العملية راحة جاية الاتنين دول بيوجدوا بعض طيب ده انتخذتوا زمان خدتوا في الدرس بتاع القوات دفع الكهربية المستحثة لو فاكرا اللي قال طيب ده اللي بيحصل بقى هاجب مجال كهرابي مجال مغناطيسي قصدي يكون داخل الصفحة مثلا حلو؟ واعرضوا للسلك كده دعنا نعدل السلك شوية حلو؟ وهنعرضوا المجال المغناطيسي بالمنظر ده داخل الصفحة الـ X دي معلانه هو إيه؟ دل السهم يجب أن تكون لديك سهم كده يجب أن تكون لديك سهم في الأول مثلا ويقع له رجل في الأخر صحيح كده؟ فانت لو بسط له السهم من وراء هتشوف الرجل دي اللي هي الشكل المقص ده السهم اللي ما بيتضرب ولو بسط له من قدامه هتشوفه شكل النقطة فانتعارف الكلام ده فالمهم الـ X دي معلانه أنا عمل مجال خارجي داخل الصفحة هيعمل ليه في السلك ده؟ هيخلي إلكتروريوتو تتحرك ويمشي طيار فانه اتجاه قال لك لازم أن نفكر هيمشي طيار ده ده الحد نقول معلومة تانية اللي عايز أقولها لك أني عند وضع سلك حلو مفوش أي حاجة في مجالك مغناطيسي بينشأ على السلك ده طيار كهرباء طيب الطيار اللي بينشأ اتجاهه بيقاماشي ازاي؟ قال لك الاتجاه بتاعه لو كملنا كده الشكل مثلا لو جبنا مصار مغلق بعشان يمشي فيه طيار يعني الطيار قاعدة لينز قاعدة لينز بيقولك أن الطيار اللي بيمشي بيحاول يخلق مجال أو يعمل مجال يعاكس اتجاه المجال اللي سببه انا لما اضرب حاجة كده بأيدي لو جبت لك الساند باج اللي بيلعبوا عليها في الجيم مثلا او لو ضربتها جامد هتقوم عامل ايه هتروح هناك وتقوم راجع ضرباني ايه كمان فنفس الكلام تضربني في الاتجاه عكس اتجاهنا نضربتها فيه انا ضربتها كده هي بتقوم تضربني كده نفس الكلام هنا انا بحجم عليه بمجال داخل الصفحة عمل داخل عليه داخل الصفحة هو هيعمل ايه هيمشي طيار بحيث يخلق مجال يرد علي لخارج الصفحة يضربني انا في الاتجاه المعاكس ايه الطيار اللي يمشي هناك عشان يعمل لي مجال لخارج الصفحة الطيار يمشي كده اهو بس كده ليه مع ليه عكس عقارب السعب منظر ده ضرب يدك اليمين امسك ايه الطيار و ضربها مع اتجاه الطيار هتلاقي اصبعك كبير يشير لخارج الصفحة انت تخيل كده اكتب نشاركو حتى لا يوجد كاميرا يصور سواء امسك صوابعك كلها ضربها مع الطيار الذي لأتي اللي في منظر حالك انت بتضرب معها اصبعك كبير يشير لأين لخارج الصفحة اما هتظهر مجال الخارج الصفحة شكل مجال الخارج الصفحة هو نقط صح? طيب النقط والإكساد يردون على بعض. هذا الصح. هذا القاعدة التي نقول عليها. هذا الطيارات المستحسة. أنك عندما عرضت هذا السلك لمجال مغنصي خارجي، أنت استحثيته أن يولد طيار. عصبته بالبلد. فلما عصبته بالمجال هذا المجال، حرك طيار بحيث يرد عليك باتجاه معاكس. لكل فعل رد فعله. قانون الوطن ألف فيه حياة. حل. فأنت عندما عملت الفعل، الذي هو المجال المغنصي خارجي، هو عمل رد الفعل لكي يرد عليك. فهي دعلك مجال طيار في اتجاه يخلق لك مجال عكس الاتجاه الذي سببته به. فهذا يسميه ممكن أن تسميه induced current. طيارات مستحفة. أو شعب يسميه الطيارات الدوامية. ما هي الطيارات الدوامية؟ هي عمل الشكل اللوب على طول هو عشان تديني. حاجة عكس الذي كان داخل. حاجة تعاكس التأثير الذي كان حصل. هذا قانون يسميه قانون لينز. لو أنت فكروا لينز لا. وهو كان يقول لك أنه لازم كل حاجة تعاكس التأثير الذي حصل بسببها. لو الطيار ده نشأ بسبب مجال ما انصصت داخل الصفحة. يبقى لازم أن الطيار يمشي في اتجاه يخلق مجال لخارج الصفحة. والعكس صحيح طبعا. وكان يفرق لو كان الطيار ده يزيد أو يتناقص. فهذا ليس مجال دراساتنا أصلا دلقتي. كما نحن أخذنا زمان ثلاثين مرة. حلو؟ ده الطيارات اللي نشأت بسبب الحرث الذي حصل. من سميه الطيارات الدوامية أو الدي كارنس. يعني من هناك راح تقبل المصطلح ده كتير. او لما يحد يقول لك ادي كارنس أو طيارات دوامية. معناه أن أنا كان عندي سلك. ما فوش أي حاجة. عرضت المجال سواء لخارج الصفحة أو داخلها. حلو؟ فالسلك ده مش في طيار. الطيار اللي مش فيه مش في اتجاه بحيث ينشأ عن المشيانه ده. مجال يعاكس اتجاه المجال اللي كان مسببه. تقول لي ثانية. هو الطيار مش في سلك ينشأ مجال. لو سلك عرضته المجال ينشأ طيار. عكس عكاس. فأحنا هنا لما عرضنا السلك الأولاني خالص وفاضي عرضنا المجال نشأ جواه طيار. دي اول قاعدة. طب لما الطيار مش في السلك نشأ عنه مجال. المجال اللي هينشأ عن مرور الطيار في السلك يوعاكس المجال الأولاني خالص اللي اوجد الطيار ده. مضوع يعلوب مقفولة والله كلام سهل اوي اوي كمان. يبا انت معلومتين لابد انك تكون فاكرهم. فيش نقاش في دي. اهو. بكرر للمفهمش. لو فهمت اسكب. حلو. لو عندك سلك. لو عندك سلك. لو عندي سلك مش في طيار بالفعل. انا اللي مشيت في طيار بالفعل. هيخلق حواليه مجال. اتجاه المجال بجيبه بقاعدة ليد اليومنا. بحط السبعة الكبيرة مع الطيار. في اتجاه الطيار. اهو. بقية الاصابع هتلتف في اتجاه المجال. يبقى المجال ممكن يبقى كده. ممكن يبقى العكس حسب انت ماشيه هنا ازاي. انا هنا لو في المسألة دي مثلا. خلينا نعملها بنضافها شوية. عند اللاين اهو. ماشيت الطيار كده اهو. فالمجال هيبقى عامل ازاي. خطوط كده دوائر صح. دوائر. حط سبعة كبيرة مع الطيار. لفي ايدك هتلاقي دخلها للصفحة. هتلاقي الطيار ماشي كده. اهو. وهتلاقيه خارج من هنا كده. دي افجدية يا جماعة. والعكس بقى هنا لو طيار ماشي في سلك ينشأ مجال. هنا لو سلك فاضي خالص عرضتوا المجال ينشأ جوه طيار. اهو السلك افش اي حاجة. امتنا جاي اسقطت عليه مجال خارجي. عرضتوا لمجال خارجي. مجال مغناطيسي خارجي. اهو يحصل في سلك ده. لو كنا مثلا قفليني اللوب عشان يخليه يوصل معنا. ما يفعش يكون يوصل في الهوى كده. فحطه في سلك. فلما اتعرض المجال ده لمجال مغناطيسي. هينشأ جوه السلك ده طيار. الطيار هيبقى اتجاهه عامل ازاي. هيمشي في اللوب اللوب اللي انت فتحته له. اللي انت عمله ده. هيمشي فيه بحيث يطلع مجال عكس اللي داخل. عكس اللي سببه. يطلع تأثير عكس المؤثر اللي عمل فيه. اللي عمل فيه كان لدخل الصفحة يبقى لازم نلفف الطيار في اللوب دي. بحيث يطلع مجال لخارج الصفحة. لان اللي كان مسببه كان داخل الصفحة. لازم يعكسه. وفقا لقانون لنز اللي احنا عفكها بمنطق قانون يعني موسيط جدا كمان. طيب اهمشي ازاي. تعال نفكر احنا عجزينه ويبقى خارج الصفحة. فالطيار مثلا يمقى ماشي كده. تعال اجرب. امسك ايدك ولفف صوابعك مع الطيار. هتلاقي المجال ده يبقى داخل الصفحة. يبقى غلق. يبقى مفوض عكس. يمشي في الاتجاه ده. حل؟ لو مش يطف في الاتجاه ده. لفف صوابعك كلها مع اتجاه الطيار. هتلاقي ايدك خارج الصفحة. يبقى انت فعلا بتضاد الاسهم اللي داخلها دي. يبقى انت خارج عكسها. يبقى انت كده مظبوط. لو لفيت ايدك كلها مع الاتجاه ده. هتلاقي صوابعك الكبير خارج الصفحة. خارج الصفحة هي نقطة. يبقى عكس الاكساد. يبقى انت مظبوط كده. يبقى انت مخرج مجال يوعاكس اتجاه التأثير اللي تم عليه. كده مظبوط. المعلومتين دول هنستفيد بهم جدا جدا. اي حجم هنا ورايح. الطيار ماشي في سلك. ينشأ مجال. سلك عرضة لمجال. يخلق فيه طيار. الطيار اللي منجيب سلك ونعرضه المجال بالمنظر اللي طريق علي من شوية. فبسبب تعرضه المجال ده. يمشي جواه طيار. حلو. الطيار اللي ماشي ده ممشيش من فراغ. ده ممشي عالشان اصلا في البداية. انا زي ما اترجى بكده. الطيار لوحده كده ملوش معنى. لا يوجد شيء يسمى طيار كده من اللي شيء. الطيار ده نتيجة لفرق الجهد. عندي الكترونز موجودة في الدنيا كلها. كل حاجة فيها اتمز او ذرات. جسمك مليان ذرات. الارض في المعادن كل حاجة فيها ذرات. والذرات فيها الكترونز. فالواحده كده هي ماشي طيار. فانا بعمل اي بجيب فرق الجهد بينشأ. ما بين نقصتين. فرق جهد فرق في البوتنشل. وده هو اللي بعمل لي بيخلق انرجي في المكان ده. فبيحمل بيها الالكترونز في الالكترونز تتحرك. لما الالكترونز تشيل الانرجي وتتحرك بقى اسمها طيار. فانا هنا معنى ان في طيارة تحرك يبقى اكيد فيه فرق في البوتنشل الحصد. فاللي بيحصل في البداية اصلا ان بيتولد EMF. مستحف. ينشأ عنها مرور الطيارة اللي بنسميه الـ كل ده بيحصل لما تعرض سلك فوضي او سلك عموما كده لمجال مغناطيسي خارجي. كده دي نقطتين العزرهم لك. الحاجة اللي بعدها هنحتاجها برده لو عندي موصل خلينا نرسمه بشكل ايه يعني ثري دي شوية كده. حلو عندي اي موصل تخيل شكله. لو ماشيت جوا طيار مثلا في الاتجاه ده. وجاءت طيار جاي عكسه. ايه اللي يحصل هيبقى المحصل لناتك ترحضهم صح كده? فلو مثلا جايلي من هنا خمسة امبير وجايلي من ناحية تلاتة امبير. فالمتوقع ان يمشي اثنين امبير في الاتجاه ايه? في الاتجاه الكبير. يمشي اثنين امبير في الاتجاه الكبير اللي كان جاي. ده اللي انا عايز اكتبع عرف. ونفس الكلام. العكس بقى. لو الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه. لو انا عندي اثنين بيولدول الطيارات. ده تلاتة امبير والتانية اثنين. يبقى التوتال كام? التوتال خمسة في نفس اتجاه الاتنين. صح? ده كلام افجديات حياة. طيب الحاجة اللي بعدها قاعدة كده بسيطة. لو عندي كوندكتور. ده انا بصص له من ويشه. حل? وعندي كوندكتور تاني. ده لقيتهم ماشي لي طيار في كل الموصل بالمنظر ده. والتاني برضه ماشي لي طيار في كل الموصل. حل? بس لقيت دم ماشي لي. تلاتة امبير مثلا. ودم ماشي لي اثنين امبير. مين مقاومته اكبر? اللي ماشي طيار كتير. اعرف بك كلام. اللي ماشي طيار كتير مقاومته ايه? لانه ماشي كله. يعني سمح بالمرور بسهولة. كلمة مقاومة هي معناها انك تمنع مرور الطيار. فلو انا معدد طيار كله. يبقى انا مقاومتي قليلا يبقى. يبقى مش بقاومه اصلا. يبقى المقاومة هنا اقليلا لان الطيار كبير. علاقة بينها. بالمقاومة غير شوية. فالمقاومة ستبقى اكبر شوية. لان طيار العادة قليلا لان اعمل زوجه جامل. عمل ابنعه من المرور. ده هذه معلومة تبع عرفة. نحن نعبر عنها كيف يمكن أن أقول لك 2 أمبير، يمكن أن أقول لك مثلاً مثلاً لو هذا الطيار ماشي في حتة قد كده. أفترض أن الدايرتين قد بعض. حل? والثاني لا، الطيار ماشي في حتة قد كده. فرضاً يعني أنني سبت حتة فضية كده. فبالنظر كده، معنى أن الطيار هنا ماشي في كل المكان اللي بيض ده، يعني الطيار أكتر. أنا ما أقل لك أنه أكتر. فمع أنه أكتر يعني مقاومة الكوندكتور ككل أو السلكة دي ككل. الموصل ده ككل مقاومته إيه؟ أقل، والدليل أنه معدي طيار كتير. لكن هنا مقاومته كبيرة، والدليل أنه معدي طيار قليل. فكل ما تلاقي الموصل من جوه في حتة لا يمر بها طيار، وبيمر في حتة قليلة، أعرف أن هذا مقاومته جديدة. مقاومة البعالم النهائي ده تبقى كبيرة. لأن تعريف كلمة مقاومة هي ليست رب ندلق في السكة. لا، كلمة مقاومة ممنعة لمرور الطيار. هذه الممنعة تتم بأي شكل. مهم أنه في الآخر ستسمعها مقاومة. لو جبت أي كمبولنت، وليعبت فيه بحيث أنه يمنع مرور الطيار بمقدار 10 قوم، سيفضل اسمه 10 قوم. لا نجزع بقى ما الذي في الداخل هنا. يعني الذي في الداخل عمل 10 قوم ده ليس رامض ده لقناه، ولا مادة كميئية حطناها. هذا هي كمبولنت يمنع مرور الطيار. فهمت فكرة؟ ومن هنا نشأت فكرة أصلاً المقامة المكافأة. فكرة مقامة المكافأة هي دي معناها أساساً. أنه يهمني أنه لا يمنع الطيار بمقدار قدية. لا يهمني أنه فيه شيء جوه ولا لا. شيء مادي جوه، ماتيريا المدلوءة، لا مش ده معناها. فكرة أنه فيه تأثير معين بين مرور الطيار. تأثير ما يمكن يكون شيئاً جاءًا من المجالات. من الفيلز زي ما نقوده لقتي. مهم يعني فدي المعلومة المحتاجة التي تكون عارفة. هذه مقدمات بسيطة جداً. يجب أن تكون عارفة أبما نبدأ في الـ skin effect. عارفة لما تقرأ دات الـ skin effect؟ هتقول إيه التفاها دي. كلام بسيط جداً. ده هي حاجة متوقعة أصلاً. قدي الطيار لو ماشي في الاتجاه ده، هينشأ حواليه مجال من المنظر ده. امسك إيدك اللتي إيدك اليمين. حط صبعك الكبير مع الـ electric current. لف بقيت صوابعك، هتلاقي بتلف مع اتجاه الأسهم دي. هتلاقي بتلف اتجاه الأسهم دي طبيعي جداً. نفس الكلام هنا. عامل زراجل ده بيعمل هنا. حط صبعك الكبير في اتجاه الـ current. تلف بقيت الصوابع تجيب اتجاه المجال. كل ده كلام بسيط. هنا المثال ده كان بيلك كتير قوي في سنة. ولو انت فاكر. لنز. ايه اللي بيحصل. انا معرض حطت مجال خارجي. على سلك. مفيش حاجة ماشية فيه. لما حطيت المجال الخارج ده. ماشي طيار في السلك. فالاتجاه. في الاتجاه اللي لما يقفل اللوك دي كلها مع بعضها ويمشي فيها. يخلق لمجال يعاكس اتجاه المجال الذي يه? الذي هو بالأهمر ده. المجال المسبب. المجال الأصلي. فقيم الطيار مش ازاي. كيف يتحرك اذا. لذا يعمل. عندما يقف مجالك مع الطيار. ستجد في الأخر نتج مجال لخارج الصفحة. يعني يعاكس اتجاه المجال الذي يدخل الصفحة. الذي انشأ الطيار اصلا. تعمل الاندوكشن من البداية. او الحث يعني. نفس المثال ده هنا بالظبط حتى لو في حلقة يعني اقرأه مع نفسك هتلاقيه هو هو نفس الكلام بالظبط مجرد تأكيد. كل ده مش هو ده الدرس. الدرس هو الاسكن افكت بقى. لو كنت بدأتلك بها على طول كنت هنأمل عكت. هتحاسس نحن بنعك فعلا. لكن دهت لما نبدأ فيها تلاقيه تحاسس انت فاهم شوية. ايه الاسكن افكت؟ ظاهرة بتحصل في المواصلات. الحاجات الكوندكتورس. اسمها سكن. سكن يعني شبه الجلد. كلمة جلد. اي حاجة الاطراف البني ادم. هلو الطرف بتاعه من بره اسمه سكن. انت كبني ادم اهو. انت كانسان. جميل. اطرافك الخارجية من بره. هلو اسمها سكن او جلد. صح كده هو. فاحنا اي حاجة اطرافها من بره سعب العبر عنها بسكن. لو اترك ادي كورة. وعندنا حاجة كده من بره اطراف عليها. من ساميها سكن. الاطراف دي. او من جوه. في حتة كده من بره لها قشرة. بنسميها سكن. وهكذا. يعني دي اصطلاح ما بيننا كده. سكن افكت يعني تأثير. سكن افكت. بنسميها التأثير الحلقي. ما ترش التأثير الجلدي بقى. نتكده بقى قاعد ما ايه. في دكتور ببطنة. لا اسمه التأثير الحلقي للمواصلات. بيعمل تأثير الحلقي المواصلات. هذه ظاهرة. ظاهرة بساطة جدا. هندرسها دلوقتي. بتحصل لما يمر طيار في الكوندكتورز. طيب السؤال. الكوندكتورز عندي. الطيارين عندي زي ما قلنا حجم اثنين. يا دي سي. يا اي سي. في البتاع الاسكن افكت دي. كل شغلنا هيبع الاسي فقط. وهيقولك ان الظاهرة دي لا تحدث الا في الاسي. لا تحصلش ابدا في الدي سي. في الطيارات المستمرة. لماذا هتعرف دلوقتي. تعال وريك. حلو. بيقولك لو انا عندي. اهو. نقول ان ده مثلا موصل. نوصل بسيطة وهو. واسمنا بالنص كده عشان ننجز. حلو. ده سلكة. جميل. وممكن نعملها ابنها ايه. واخدناها بالنص كده. حلو. وانا ممشي فيها طيار. انا قطعتها خدت مقطع عرضي لي. يعني خدتها بالطول كده نصين. فمن فكرة. فانا جيت هنا في السلكة دي. في الموصل الكوندكتور ده. ومشيت طيار. هنسميه المين كارنت. او طيار وخلص. هنسميه اي. 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 ماذا يحصل عندما يمشي الطيار ده هنا. هيتولد طالما سلك. ده سلك بس مزومين شوية. يعني مش كل السلوك كده يا جماعة. السلك ممكن يبقى كده عادي. يعني ده اسمه سلك برضه. مش يحصل حاجة. فطالما والسلك ده ليه جسم مصمت. يعني ده ماتيريال من هنا. كوندكتور. لما همشي الطيار ده جوه السلك. ماذا يحصل في الظاهرة اللي ستحصل لشريح طيارك فوق. عند مرور طيار في سلك. ينشئ حواليه مجال معنطيس. طيب. المجال ده هيتولد تجاوه عمل ازاي. قال لك انا همشي الطيار مثلا في المكان ده. هندرس. هندرس حاجة تأخذ حتة كده. هنعمل زوم وندرس. فهندرس الطيار ده مثلا. اللي هو الشكل الى قدامنا ده. فانا هنا في المكان ده. انا عندي الماتيريال موجودة صح. فهينشأ مجال معنطيسي بشكل كبير. هينشأ حلقات مجال معنطيسي. عندما يمشي هذا الطيار، سوف نكمله للآخر طيار ماشي هو للآخر جميل، طيار كهراء باسمه I أو عندما يمشي، سينشئ حوالي مجال ما أمطيسي بدوائر كده بنفس المنظر كما تشاهدت من قليل، عملا توسع، توسع، توسع أكثر مجال ما يوجد حواليه قريب منه، دعنا ندرس هذا الذي حواليه الذي حواليه يبقى عمل كيف؟ سنفترضه أن أخذ دايرة واحدة منهم وندرسها سيبقى كأنه خارج من هنا ودخل هنا حلو، وعمل هذا المنظر اتجاهه يعمل كيف؟ قلنا بمشي زباعنا كبير مع الطيار التفاف الأصابع المياه يأتينا إتجاه المجال سيبقى إتجاهه كده إتجاهه هذه خارجة ودخلها، صح كده؟ يبقى هو أعمال يلف في الحلقة، يتلف في الاتجاه هذا طيب، ما الذي سنشئه بقى؟ المشهد لواني خلص، النقطة لوانية التي قتلك فيه النقطة الثانية، المجال الذي نشئه هو طبعا على مدار الطيار كله ومدار الكوندكتور كله، وليس حلقة واحدة نحن ندرسها للتبسيط هذا المجال الذي نشئه ليس قطع ماتيريال والماتيريال هذا ماذا؟ لكنها وير يا حبيبي، وهذا وير يجب أن يكون خط، كما قلت لك، لا طبعا المقصود هنا هي مادة كوندكتور القاعد الذي قلت لك فوق، إنه لو وير تم تعريضه المجال ينشأ جواه طيار المقصود بالوير هنا هو ماذا؟ أي حاجة كوندكتور، أي ماتيريال كوندكتور فلو جبت حديدة حديدة، حلو، ووسطها بسلكين، ومعرضها المجال، سيمشي في السلكين دول وير ويعد فين؟ بيعدي في الماتيريال نفسها، فنفس الكلام هنا، سينشأ جواه الماتيريال دي وجواه الماتيريال دي، اللي هي بتعرف توصل كارها أصلا، سينشأ جواه طيار، طيار اسمه ايه؟ طيار مستحث اسمه ادي كارنس، حلو، ناتجة عن نشأة اصلا ايه؟ ام اف مستحثة، او انديوست اي ام اف هي اللي ستنشأ في البداية وهي اللي هتحرك الطيارة اللي بنسميه طيارات المستحثة، او الطيارات الدوامية، الدي كارنس، هتمشي في اتجاهات عاملة ازاي؟ قال لك تعال نبص بقى بشان شرحها بقعرة لينز لينز بيقول ايه؟ ان الطيارات دي هتمشي في اتجاه في اللوب بحيث في الاخر ترد على المجال ده، المجال بيأثر عليها فأنا مشكلة هنا ان عندي نصين، اعتبر ان دول سلكين كده، النص اليمين ده سلك، والنص الشمال ده سلك، ليه بالحب؟ لا لا، ليس بالحب لان المجال هنا اتجاه مختلف، فيه واحد، فيه نص السلك دلوقتي، انت تعتبر نفسك نص السلك، شايف مجال جيله من تحت، اللي هو الخط الأحمر ده والنص الثاني شايف مجال نزله من فوق، فما يفعش اتنين يدونها نفس النتيجة، فما يفعش اتنين يدونها نفس النتيجة، فهينشأ ايه؟ two currents في الناحياتين current ايه و current ايه يمين و شمال، طبعا بيقى حاجات على مستوى صغار جدا، لو بتتكرر كتير، سوف ندرس حلقة واحدة، جميل؟ فما يحصل، هينشأ ايه تلك current، ازاي؟ في اللوب، ولا يكون اللوب شكلها كده؟ اللوب حاجة مغلقة وخلاص، مستعد من تكون ايه؟ اللوب بتاعت النص اليمين، دعنا ندرس النص اليمين كده مجازا يعني، وناخدها بالظبط كده، في النص الشمال، دي اللوب اللوب اللي بعدها، حلو؟ المعلم ده، المجال اللي نزل من فوق لتحت كده، بينزل على ايه؟ على ال conductor، هذا ال conductor لازم يعمل ايه؟ لازم يرد عليه بمجال طالع اللي فوق، عشان اخرج مجلس في الاتجاه اللي انا عملت باللاب يده، امشي طيار ازاي في الحلقة اللي صفرة، اللي هو the current, اللي هتمشي ازاي؟ تمشي كده، صح؟ عشان تلف صوابعك مع الاتجاه الطيار، تلاقي صبعك الكبير ضارف في الهواء كده، يبقى انت ماشي ايه؟ إبقى انت خرجت مجال، يعاكس اتجاه المجال اللي سبب وجودك، انت كايدي كارنس اللي سبب وجودك، انت عملت حاجة، ماشي الطيار في ال conductor، يعاكس طيار مستحف، يعاكس اتجاه المجال اللي كان جايل لك، هو ده اللي بنقول عليه الظاهرة اللي احنا معنا سعب نشرحها فوق، اظنك فهمت الكلام لك، طيب، والهنا انت كايدكتور شايف مجال خارج منا، فانعايز اجيب عكسه، عايز انزل مجال الداخل للصفرة، داخل داخل لي انا؟ قانون اللينزي بيقولك، لازم انت عكس التغير اللي بيحصل عليك، انا في حد خارج مني لازم نسحبه، لازم نجيب حاجة ضده على طول، ما ينفعش اسكوت يعني، المبدأ بتاعنا شرحنا كثير قوي في حلقتها بكده، فارجعنا، طيب، عشان اخرج مجال، عشان ادخل مجال في الاتجاه ده، بالحلقة الصفرة التانية، اماشي فيها طيار عامل ازاي، حط صبعك كبير لتحت كده، حلو، هتلاقي صبعك الباية بتشير في الاتجاه ايه؟ في الاتجاه ده، قدك اللي هو الاحمر، يبقى انت كده النصفين بتوعك جبت فيهم طيارات دومية هتمشي ازاي؟ دعنا نكمل الاسهم عشان تبقى كله واضح، جميل، المجال ده دلاتي، عادي السنائر من الاول عشان اعرف انك ممكن تكون اطلق بطة النسبة 3% كده انا عارف، حلو، طيار ماشي في موصل، ده بداية القصة، سلكة، بنماشي فيها طيار، ده بتحصل في حاجة اسمها ترانسميشن لاين، يعني ترانسميشن لاين، خطوط النقل، اللي هي التي بتتنقل بها طيار عن ال البراج، عارفها؟ هي دي، اما بماشي فيها طيار، بيحصل الزائرة دي، لما يكون خاصة للسلك طويل جدا، بيحصل فيها ظاهرة الاسكن افكت، بتبقى عبارة عن ايه؟ ان سلك انا ماشي في طيار، لما السلك، لما الطيار ده يمشي، هينشع عنه مجال مغناطيسي بشكل لازل اللي انت شايفه ده، هيخرج من حتة في الموصل ويدخل في حتة تانية، طب ليه ما درست اللي برا؟ ماشي دعا بيه، مش هو ده قصتي، اللي برده ما قطعش الموصل، ففيش موصل هنا يقطع، فمش يحصل اي ظاهرة، الاسكن افكت دي ماشي دعا بيها اصلا، لكن الاسكن افكت نشأت لما الموصل نفسه قطع نفسه بنفسه، لما نشأ بسبب الطيار اللي ماشي فيه مجال، والمجال قطع الموصل، قطعه من نصين، نص هنا، الدايرة مغلقة، الخطوط المجال مقفولة، نص هنا قطعه في اتجاه، ونص هنا في اتجاه تاني، فنشأ هنا ادي كارنس وهنا ادي كارنس، اتجاه عكس بعض، دي بتلف كده، وده بتلف ايه؟ وده بتلف كده، فت ايه النتيجة بقى لده بقى، هو ده الظاهرة اللي هو عليها، ايه النتيجة في الهصة دي كلها؟ اني لو جدت بص دلقتي، هتلاقي الطيار اللي حكم دخلينه في البداية ده، مش دخل في السنتر ولا حاجة، حباس الديناء مجازا، نفس اللي قلت بذاتك ممكن اعمله لو الناين نبيت ده، هنا هو، كانش يختلف ايه حاجة، كان فيه هنا في الحتة السغنطوط دي، ادي كارنس وهنا فيه ادي كارنس، طب ايه لقى واصلا الطيار مش يمشي كده، الطيار يمشي في الكوندكتور ككل هو فيه خطوط بودة كتيرة قوي 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 قوي، فاللي انا هعمله على حسين هيحصل على الحج حسين، اللي عملنات دلقتي على واحد هيتعمل على الكل، فالمجمل هيبقى زيه المشهد ده بالضبط، لكني بزدت بتلك الدائرة دي فيه اختها هنا، اختها هنا، اختها هنا، طيب ما اللي عملته واحدة البقين هيعمله، فيبقى التأثير الكلي هو نفس النتيجة، ان المعلم الوجه ده كله شايف مجال داخله، والوجه ده كله شايف مجال خارج منه، فانت لما بتأخذ element ودرسه، ممكن تعمل وعدها وتكبر الرينج بتاعه، طيب، المهم بقى ايه؟ نكتب عارف ان الطيار ده كان دخل من كل مكان كده وصع، لو عايزين بقى نعمل الكلام، فالنتيجة النهائية دلقتي ان الاطراف بتاعت الموصل شايف طيارين مش طار واحد، ده الاسيات اللي بتلك فوق، شايف طيارين ازاي، اسمنا بس ان ننطق الدنيا، شايف طيارين ازاي الاطراف من هنا، شايف طيارات دوامية ماشية في الاتجاه ده، وشايف معها طيارات اللي هي الاصلية اللي ماشية في الكوندكتور اصلا، والاتنين في نفس الات جدا، في حصل ايه؟ يحصل تقوية للطيار لشدة الطيار على الاطراف، على هذا Civil Tam. طيب . طيب الطريب الشمال، شايف طيارات دوامية ماشية في الاتجاه ده، ومعها الطيار الأصلي بيساعدها، يصبح ايه؟ يحصل تقوية للطيار، الطيارين هي الجمعه، طيب ايه المشكلة بقى؟ في السنتر في المنتصف، كل كان نر Forschically لديه مسيسا في المنتصف، ما الذي يحصل؟ من و wrestitorي الوصل بيسورة وعكس الطيارات الدوامية، الجزء من الق الطائرات الضوامية. الطائرات الضوامية عرف عملها كيف؟ عمها تطلع وتقوم رجع. تطلع وتقوم رجع. في الوقت التي تطلع فيها هي تساهم وتساعد I-A أو الطائر الرئيسي. فنقول أنها تكبر الطائر على الأطراف. لكن وهي رجعة وتضاد الطائر الرئيسي. فتقلله في المكان اللي في النص. في المكان اللي في القلب أو اللب. ما هي نتيجة عملية هذه كلها؟ لو شلنا كل هذه التفاصيل عزواريك نتيجة نهاية تخلص في إنتها حصلت لماذا؟ انظر نتيجة النهاية العظيمة. هذه هي الظاهرة التي تنشأ وتفسيرها. لديك عرفت تفسيرها. استنى. دعنا ننشل هذا كله. الظاهرة النهائية يا صديقي العزيز هي هذا الأحمر يعبر عن شدة الطائر. يعني يبقى شدة الطائر هنا كثيرة جدا على الأطراف. طبعا سوف نفد أصلا. هذا مستمر. هذا ممتد القدام. دعنا نفعل الأطراف فقط. وهنا على الأطراف. هناك طائر كثير جدا جدا شدته عالية. حلو. ولو انت قفلتها لوب ستجد الشكل العام كده وعادي خالص. لو عملناها حاجة سيركلر مثلا أو كده. حلو. وفي المنتصف يبدأ يقل. يخفض 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 يخفض. يخفض من الأطراف عمالي L. كثافته بتقل. الأحمر يدل على كثافة الطائر. لحد ما تأتي في منطقة في النص تجد أن هناك طائر خالص. 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 يكبر الطائر. يكبر الطائر. كل ما نقرب للحافة يكبر الطائر أكثر. لأنه هو نتيجة جمع طائرين. . زائد الطائر الرئيسي أو . لكن في المنتصف يترحوا بعض. والأطراف هنا نفس الكلام. الأطراف دي فيها أيضا. مثل ما وردتك من قليل على اللوب الأصفر. هذا باختصار يسمى Skin Effect. ستجد أن هناك سلكة. أنت عملها. نفسك الطائر يمشي فيها كلها. لا، ستجد أن تقوم على الأطراف فقط. بالنسب معاناة وحسابات سنقولها لا. وتجد أن تجد في النص المكان فاضي. لماذا في النص المكان فاضي؟ هذا سيؤثر عليها في حاجات كثيرة. هذا سيؤثر على المقاومة. سنشرح تلك فوقها. وهو أريد أن تجد أخرى. كل التأثيرات التي ستحدثها تدرك تحت كلمة Skin Effect. فمن هنا أريد أن تسمع كلمة Skin Effect. لا تقلق مخضوط كلمة تفها جدا. لا تقلق أي أكشن. أصلا. ومتسلسل الدنيا بسيطة. ماذا ستسمى Skin؟ لأن أطراف. Skin هو جلد بالذات. الطيار يترقم على الجلد. يترقم هنا على الأطراف؟ على الحواف. وهي يقل في المنتصف أو اللوب في القلب. في الكور. هذا باختصار هو Skin Effect. نقصك بقى تأخذ التفاصيل للموضوع. حسنا. بعد الوقت لك هذا كل. حلو؟ فاكد أنت زمان لك أن نقول أن لو حطت لك سلك، الآن يبقى تركز في الكلام. لو جبنا سلك كده. أهو سلك. ومشينا وصدنا فاضي كده وخلاص. وقمنا معرضينه المجال. بقى الكلام. إمتى هيتولد فيه طيار مستحف. لازم أن يكون هذا المجال متغير. يعني لازم أن يكون يزيد لجوه. أو يقل للبرة. أو يتحرك أو يحصل فيه تشينج وخلاص. لازم أن تأخذها في سنوية من غير ما أشرحها لك. لازم أن يكون هناك تشينج. في ماذا؟ لازم أن يكون هناك تشينج في هذا المجال. لو المجال دي سي. يعني ناشئ عن طيار مستمر. قمته مثلا خمسة تسلا وخلصنا. لا يوجد أي تغير. فلا يحدث أي طيار يمشي. الطيار يمشي عند لحظة الإقبال والإدبار. لحظة ما يأتي فقط يهب عليها أول مرة. ولحظة ما يأتي فقط آخر مرة. لكن في النصه وثابت لا يستغير أصلا أيها الطيار. لأنه لا يوجد طيار مختلفة في ماذا؟ في المغنيتك فيلد. لازم أن يكون المغنيتك فيلد متغير لكي يحصل الطيار المستحاثة التي قمنا بها. الطيارات المستحاثة تحصل لما يكون المجال المتغير. لازم أن يكون في تشينج. طيب المجال المتغير وتعبرناه كأنه لم يحصل مجال المتغير غير لما يكون الطيار الذي أنشأه طيار AC. علشان كده قلنا ان الاسكن افكت اللي تحدث في حالة DC تماما عارف ليه؟ انك لو ماشي الطيار DC في الموصل ده الطيار DC هيعمل هنا هو الدايرة اللي قلنا عليها بس ستكون المجال بتاعها ثابت ثابت يعني اطعل الكندكتور هنا و اطعل الكندكتور هنا مش هيعمل اصلا طيار الدومية اساسا من اساسه فهيظل الطيار اللي داخل اللي هو DC الخمسة امبير ولا السبعة امبير ولا الكندا كله ماشي بنفس الكسافة في كله ملاقاش حد يعرضه ملاقاش ادي كارنس هنا تساعده وفي النص تعرضه وهنا تساعده فعشان يقول لك يحصل الاختلاف في التركيز او في شدة الطيار على مدار الموصل لا مش يحصل الاختلاف هيبقى كله زي بعضه لان اساسا لم ينشأ ادي كارنس لان الطيار دي سي والدي سي معنا انه اصلا بيعمل ايه؟ ما بيعملش طيارات مستحسن ما بيعملش ادي كارنس فعشان كي يقولك الاسكن افكت تنفع فقط مع ايه؟ وليس مع الدي سي كارنس فمن فكرة طيب دي او المعلومة تعرفها الحاجة اللي وراه بقى انا ارجح نروح نهوت نتفرج على صورة الصور دي بيتساعد جدا من الصراحة ايه نفس انا قلته بالحرف انا بركز عشان ما خلاكش تقولها ايه؟ تاخد معلومتين مختلفين بص كده ببساطة جديدة عندي طيار اسمه الطيار الرئيسي من افترض نوع داخل في موصل ككل كده اما يخش يحصل ايه؟ هينشع عنه؟ مجال مرصي كتير لدواير كتيره احنا ندلس منها فقط اللي قطعت الكوندكتور نفسه حب منهم خرجوا من مجال دواير خطوط مجال فهتفضل داخل عامل كده صح؟ فكل شوية عماد تقطع الحتة دي للاعلى حلو؟ وتقطع الحتة دي للاسفل صح؟ فالنص اللي قطعته للاسفل هيلفي فيه طيار بحيث يبقى دوران بتاعه دوران كده هؤ هيتطلع مجال لفوق يضاد الاتجاه اللي هي داخلة لها هذا زمن تضاد التغير اللي حصل عليك والتي هنا، هؤلاء الخارجين منه يبقى الطيارات هنا بتاعهم يجب أن يليف بطريقة بحيث يدخل مجال الأسفل فهتلاقيه ماشي في الاتجاه ده لو ماشيت ایدك مقلق، صحابك مع الاتجاه ستلاقيه السبعك كبير يشري الى الى الاسفل عكس اللي هم ماشيين فيه قعرة لنز تضاد الاتجاه اللي حصل فالنتيجة النهائية أن هذه اللوبس هي التي تهمني نص الكوندكتور الليمين ونص الشمال في المنتصف الادي كارنس متوحدة ضدي أنا كمين كارنس فهتضعفني فهتلاقي المنتصف هنا للوب ده الطيارف ضعيف جدا لأنك في حد بيزوق ضدك فيه ادي كارنس ضدك أنت كطيار عملت قبل معاوقة ضدك لكن على الأطراف هتلاقي الادي كارنس معاك بتساعدك هنا أو هنا هنا معاك هي راحة لقدام وانت رايح لقدام انت أصد رايح لقدام في كل اتجاه صح؟ وعلى الأطراف هنا برضو راحة لقدام وانت رايح لقدام فهتساعدك هذه الظاهرة الغريبة العجيبة أديك عرفت تفسيرها وعرفت بي حصل لزي يا مساهر الحال طيب هي النتيجة حبة نتائج بقى مهمة أنا أقول لك باللقتي أن كل ما يكون الطيار لو الطيار AC العملية تفلح ليه؟ لأن أنا أحتاج الAC في أن أخلي المجال شدته تتغير كل ما المجالش أنا أسألك سؤال بقى كل ما المجال شدته تتغير أسرع وأكثر لو جبنا فاكر المسلمة عن المغناطيس لما كان يجب لك كده حلقة ويقول لك حلقة ويقول لك أنقرب لها مغناطيس لو بره بسرعة أكبر وبسرعة قال هل تنهيب مثل بعض؟ هل تنهيب مثل بعض؟ هل تنهيب مثل بعض؟ لا طبعا فيه عامل مهم جدا هو السرعة أو عامل مهم وهو معدل التغيير أنت تعمل تغيير قوي ولا تغيير ضعيف فلو قلت لك هنا هو دلوقتي أنا أخلي المجال ده اللي نشأ هنا هيكون نشأ عن طيار جاي بيتغير الطيار ده بيتغير بخمسين هرتز يعني يعني يعطي خمسين دورة في الثانية وجبت طيار مرة تانية بيعمل ألف دورة في الثانية مين فيهم هيعملي مجال هنا متغير أكتر وبيتغير أسرع أسرع ده أسرع جدا اوقع تنسى أن خمسين هرتز دي معلناها خمسين دورة في الثانية ليه علاقة بالزمن الهرتز ده مقلوب الزمن أصلا الف واحد على تي لو متعرفش يا ففي زمن في الموضوع فأنا كده هخلي المجال يتغير أسرع فعند الألف قطعا المجال هيتغير أسرع فالطيار الدوامي اللي هينشأ هنا هيبقى أكبر فمعوقته في الأطراف اللي في النص ويه تأييده في الأطراف معوقته في السنتر في الكور وتأييده على الأطراف هيبقى ظاهر أكتر ظاهر أكتر وأكتر فهيظهر هنقول بسعيتها ان الـ Skin Effect تبقى أوضح عند الترددات العالية كلما تعلي التردد كلما الـ Skin Effect تبقى أوضح يعني ايه يبقى أوضح يعني بدلا ما الشكل كان كده بدلا ما الشكل كان ان فيه Conductor قدامي وعلى أطراف مثلا حاجة عاملة كده بص بص الفرق وحتة في النص كده صغيرة فاضية لا ده الشكل يبقى عامل كده ده انت وضحت الموضوع أكتر ليه لأنك كبرت كبرت الحاجة اللي بتعوقني واللي بتأيدني صح كده فانت يعني كبارت اللي بتعوقني واللي بأيدني يعني تخليني على permite تركيزي عالي جدا على الطرف وفي المنتصف هتلاقيني ممح ممح تماما هتخلي الطائرات الدومية في النص قوية أوي فتوقفني أكتر وتخلي النطاقة teleAPP وعلى أطراف هتخليها قوية برضو فهتبقى بئتأيدني أكتر فهتبقتل على الأطراف أعلى هتلاقي الكلام هنا هات Duygusal مبقى بقت أشد عنده، لأن تهارات دهومية بقت أقوى، لأن ذلك عالت الفريكنسي. كل ما عالي الفريكنسي، كل ما يحصل تغير أسرع، كل ما يحصل مجنيتك فيلد أقوى، وبالتالي يقطع أكثر، فيولد تهارات دهومية أكثر، فيزداد فتزداد الظاهرة، اللي اسمها skin effect، وضوحاً. يبقى لو قال لك سؤال، كل ما زاد الفريكنسي، ما بحفظهاش، نحن نفهم كل شيء نفهمها، إن شاء الله يعني. حلو؟ كل ما يحصل ما في الـ skin effect؟ تقول له الـ skin effect يزيد. skin effect، عندما أقول لك كلمة skin effect يزيد يعني يزداد وضوحاً. الـ skin effect سيزيده أيضاً، يعني يزداد وضوحاً. يعني بدلاً من كان شيئاً كده، ليس واضحاً للمعالم، سيكون واضح المعالم جداً، على أطراف الـ conductor. والذي في النص المسافة ستبقى إيه؟، والذي فضي ستبقى أكبر. فهمت المنطق؟ يا مساهل الحال يا رب، طيب، هذه النقطة التانية أو التالتة مش فكرة. الحاجة اللي وراها، زي ما شرحت لك في أول الدرس خالص، الأساسيات اللي قلناها في الأول، يقول لك أن أنت لو عديتها أصلاً، يعني مش تفهم ذاتي غالباً، لو سألتك دلوقتي بقى بعد الزاهرة دي ما حصلت، حلو؟، ومكان فضي في النص، مكان في النص كان يمش فيه طيار زمان عادي، دلوقتي بقى حد ماشا ضده بيضعفه، فبقى على الأطراف فيه طيار، تركيزه عالي، وفي النص لا يمش فيه طيار خالص، مكان فاضي، كلمة مكان فاضي، ليس معنى أن يكون دكتور لا يسمح بمرور الطيار من تلك المنطقة، صح؟ يعني لو كان كان يعد 10 أمبير، في الوقت سيعد ثلاثة، أو سيعد خمسة، ليه؟ لأن هناك مكان في النص، ليس مستغله، في مكان ليس عادي منه طيار، ليس عادي منه طيار خالص، فمعنى أنك ليس عادي طيار، يعني، ما بقى يسمح بمرور الطيار، يعني بقى عنده مقاومة أعلى أو أعلى، أعلى طبعاً، بقى يقاوم الطيار أعلى، تقول لي يا عم، بس أنا فضيت المكان لك، لم أضفت شيئاً، المقاومة ليس مجرد، المقاومة ليس مجرد بدلق شيئاً في عاوقة الطيار، لا، المقاومة مبدأ، مبدأ معاوقة منع الطيار من الصرايان هو هذه المقاومة، فأنت التي منعته من الصرايان في المنطقة التي في النص، يبقى أنت كده عملت المقاومة، يبقى نقول بقى، الكلام بقى جديد، أن كلما الـ skin effect تبقى أعلى أو تبقى أوضح، معنى أنك فضيت منطقة في النص أكتر، صح كده، يبقى أنت المقاومة بتاعتك كبرت أكتر، لأنك منعت مرور طيار، فإن الفكرة، كلما المكان الفضلي في النص يزيد، يبقى أنت منعت مرور طيار، يبقى مقاوماتك تعلق، طيب، لو حبينا نوربه بقى كله ببعضه، لو قلنا كلما نزود الفريكنسي، سيحصل إليه المقاومة؟ لو زودنا الفريكنسي، حلو، سنزود المجال شدته، سنزود تغيره، سيتغير أسرع، حلو ألف مرة بدل خمسين ألف، سيكون هنا طيارات دهومية أكبر، فهتضاد هذا بكمية أكبر في النص، فتمنع الطيار أكتر، وتقوي على الأطراف قوي، فتزيد الظاهرة وضوحاً، يعني ماذا فضيته في النص أكتر؟ يعني خلت طياري عدي، يعني كبرت المقاومة، لكن لا تحفظه بقى اللواء، لو فزارة الر تزيد، انت العبقاري يعملها كده، لكن أنا ليس هكذا، أنا ليس طريقتي، من فكرة، طيب جميع، فده السبب بقى أن نرجع ثاني، ده السبب أنك في حالة DC، ما بيمشيش إيه؟ حالة DC، ما بيمشيش أصلاً، ما بيحصلش أصلاً ظهرت الـ Skin Effect، لأنك بتكون الـ Frequency في DC بكامل، بصفر، يعني لا تغير أساساً، المعالم ده يتغير، معالم ده ثابت، هي دائرة كده، وثقتت، مجال معنصي، ثابت الشدة والاتجاه، ما بيغيرش الاتجاهه، ولا شدته، فليس سيتخلق Edicurrent خالص لي، لأنها لا ترى أصلاً تغير يحصل عليها، Edicurrent تتغير أو تنشأ عندما يحصل تغير عليها، أو عندما يحصل مجال يقطعها، هنا لا يحصل قطع، هنا يحصل قطع عند البداية فقط، وعند السحب فقط، عندما يأتي الجهاز، أو وطفيه، الجهاز اللي من بره، اللي بيعمل المجال، أو اللي بيجيب الطيار، هيحصل عند لحظة غلق المفتاح، وفتح المفتاح، لكن في المستصف لا يحصل، خلاص، فاتفقنا على ذلك، يبقى النقطة دي مهمة جداً، سأجد لك في الأسئلة، علاقة Frequency بالSkin Effect. طيب، على سبيل المسأل قدامك، عندما يكون معدي DC Current، لا يوجد أي تغير فيه، ويبقى التوزيع بتاعه، توزيع Uniformly Distributed، يعني الطيار يمر في كل الـ Conductor، تبقى هذا الأزرق، دليل لأنه يوجد طيار مرر، أو الطيار الذي يمرر، ينلونه بزرق، أبيض يعني لا يوجد طيار هنا، لكن هنا، في حالة الـ DC، عندما يكون معدي DC Current، معنى أن الـ Frequency بصفر، فلا يوجد أي قطع، احكي سيناريو كل مرة، لا يوجد أي قطع متغير لخطوط المجال، لأنها تقطع الـ Conductor، فبالتالي لا تولد الطيارات دومية، وبالتالي لا تحصل الظاهرة أصلاً، الظاهرة تحصل عندما يتخلق الطيارات دومية، هنا لا يوجد خالص، وعشان كيف يكون له ماذا؟ Uniformly Distributed، طب، إمتى تظهر الظاهرة؟ عندما نضع EC Current، لكن ماذا؟ الـ Low Frequency، يعني لسه الطيارات الصغية، فبقص الظاهرة تبقى عاملة كيف؟ هتبقى أقل وضوحاً لسه، فهتلاقي ماذا سيحصل؟ هيتولد الطيارات دومية، هذا الـ Low Frequency، سيحصل تغير، الـ Change في الـ Magnetic Field، سيسبب خلق طيارات دومية، الطيارات دومية، ستعاكس اتجاه الطيار الأصلي في المنتصف، فتمنع مروره، وتأييده على الأطراف، فتسيب ويعدي، وتعديه في قوة أيضاً، فعشكي قلنا، تركيز على الأطراف هنا، على الـ Agis، سيكون أعلى من المنتصف، ومن Core، هذا المكان يسميه Core، وهذه من يسميها Agis، Agis أو حواف، ما زال ما تسميها، أي حياء، جميل؟ هذه السيجمة، سأشرح لك باللقتي، سأشرح لك، سأشرح لك، كلام سهل، أيضاً، المهم أيضاً، عندما نضع نقطة نقطة، عندما نضع نقطة، فيلد يتغير أسرع، Frequency معناها سرعة، خمس دورات لكل ثانية، ثم ألف دورة لكل ثانية، فسرعته في التغير أعلى، معناه أن انطهارات دومية، ستعمل أكثر، ستكون أكثر، فهتبقى أقوى، فهتمنع الطيار الأصلي، في مكان أكبر، ستفرغ منطقة في النص، كبيرة من الطيار، كل ذلك يمر فيها طيار، فتزداد الـ Skin Effect وضوحاً، يعني بزيادة Frequency، تزداد الـ Skin Effect وضوحاً، وإيه ثاني، والمنطقة في النص، يمكن أن يسألك عليها، يقول لك، المنطقة المفرغة في النص، يحصل له أيضاً، والأطراف هي التي يتراكم عليها الطيار الميموري، طيب، الخلاصة، وأنا نزل إلى تحت، ما الذي يحدث للمقاومة؟ المقاومة، لو هنا اسمها R1، بسبب الأسئلة، يمكن أن تجي لك، وهذا R2، وهذا R3، رتبهم لي، هتقول لي، كل مفرغ مكان أكثر في النص، يبقى أنا أمنع مرور الطيار، أول ما أقول لك، أنني أمنع مرور الطيار، يبقى أنا عندي مقاومة كبيرة، عشان كده، عشان كده، تمنعه، يبقى المقاومة الثلاثة، أكبر من اثنين، أكبر من واحد، فقط، ولهذا نقول، أن المقاومة في حالة AC، أكبر من المقاومة في حالة DC، لو أنت كنت سألتك، قبل النهاردة، لو سألتك، أما يكون عندنا مقاومة، حلو؟ مقاومة، ووصلناها مع Source، مرة AC، ومرة تانية DC، حلو؟ مين فيهم مقاومة؟ هل المقاومة تبقى نفس القيمة؟ اللي جابها لا، ليس تبقى نفس القيمة، المقاومة دي ممكن تكون سلكة، ممكن نعتبرها في يوم الأيام سلكة، مهم، هناك سلكة هنا، هناك سلكة، فالسلكة دي Conductor، هل نعتبرها Conductor أو هل نعتبرها Material بشكل عام بالندرس، ويحصل فيها Skin Effect، فلما تدخل DC، ليس يحصل Skin Effect، وبالتالي مقاومة معينة، مقاومة قليلة، عندما يقوم بقى AC، ويخش عليها، ويحصل تغير، وينشأ المجال، ويقطعها، ويقوم بقصة كلها في السلك، فيحصل فيه Skin Effect، فيمنع مرور الطيار في بعض الأماكن، أو الكور، وبالتالي، منع مرور الطيار، يعني المقاومة كبيرة، فالمقاومة تكبر في حالة D، في حالة AC، يوصلهم على LCR، لو تعرفها، يعني جهاز قياس، سيقسلي قيمة المقاومة، وبالجهاز القياس، ستجد لديه Tone Ops هنا، وتدخلهم فيها، وتجد شاشة عرضها لك قيمة المقاومة، مثلاً، 10 Ohm، أو 5 Ohm، 5 Ohm، ستجد الرجل يصل على الزرائر هنا، في لوحة الزرائر هنا، يعلّل Frequency، كل ما يعلّل Frequency، التي أعملها فيها، التي أعملها فيها، لكي أقسها، لكي أعلمها فيها، كل ما يعلّل Frequency من الطيار، كل ما يجد قيمة المقاومة تغيرت، ماذا يعني؟ قيمة المقاومة ليست ثابتة؟ لا هي حجم ليست ثابتة، يتغير بعض العوامل، عوامل كثيرة أيضاً، أنت أخذت المقاومة، تغيرت بشكل كثيرة أوفت، يعني ربنا خلق، حسناً، كل ما يزود Frequency، ما يحدث؟ ما يحدث؟ يبدو أن الطيار الذي يعمل، سيعمل مجال أقوى، ويتغير أسرع، ما يتغير أسرع، سيولد طيارات دومية أكثر، وبالتالي يحدث زيارة Skin Effect، يعني سوف تفرغ أماكن من مرور الطيار، يعني همنع مرور الطيار، يعني أن المقاومة ستعلى، في حالة AC، المقاومة ستعلى، في حالة زيارة Frequency، المقاومة ستعلى، فكر فيها كما تحب، لكن هذا لا تحفظ شيء، فهمهم دلاتي، ويبقى يا بارك الله في ما رأسك، حسنا، الأشياء البيئة التي توقف عليها الموضوع، دعنا نجيل كده، صورة حلوة، ما دي قلناها خلاص، الأشياء التي أريد أن أرسلها دلاتي، حاجة مهمة، أوي، أوي، لا أحتاجني الصورة دي الصراحة، ممكن أن نعملها إحنا بدين، لأن أرسم حاجات مختلفة، جميل، الذي أريد أن أرسلها دلاتي، فرضاً حصلت ظاهرة Skin Effect، حلو، وفقاً لأننا سأفعلها دلاتي، أن هناك منطقة مفرّغة في النص، ومنطقة على الأطراف محشية طيار، هل هو محشية طيار دي، أهو، دي مليانة طيار، كساف تركيزه عالي هنا قوي، تركيز التركيز من الطيار متركز في الأطراف دي، وفي النص هنا، هذا المكان مفرّغ تماما، فهنسيبه مفرّغ كده، طيب، المهم بقى في إيه، يهمنا نعرف، إحنا كبني قدمين يعني، يهمنا نعرف إنه، مين في دول أكبر، فين المكان اللي التهارات الدومية، كانت أقصى مساعدة لها للطيارات الأصلية، وفين المكان اللي كانت التهارات دومية، أشد مقاومة فيها للطيارات الأصلية، تقولي في السنتر خالص، في السنتر قوي، كان ده أكتر مكان، الـ i الـ i-ed ضد الـ i-min فيها، كان ضدها جدا، يدعون أنها كانت سلتها تماما، فتقولها إن الطيار هنا بزيرو، في المنتصف، طيب، وع الأطراف، ده أكتر مكان كانت الـ i-ed current تساعد فيه المنكرات، فعشان كده كان هنا أعلى تركيز، طب، في السكة، العلاقة إيه؟ قالك في السكة هنا، لو حابين نرسم العلاقة، ستجد العلاقة إنها بدأ من قيمة عالية قوي، لو فرضنا إن المرحنة، نحن عايزين إيه؟ تعالي نعمل عنها حد تاني، حلو؟ فلو فرضنا إن المرحنة كده هو، فكان هنا أعلى قيمة خالص في اللحظة دي، ونزلت exponentialي عملت لتقيل لحد ما تصل للصفر، عندما تصل عند اللحظة الزيرو ده، ممكن نوصلها للصفر عند الزيرو بالضبط، يبا هي بتنقص نقص نقصان exponentially، exponential decay exponential decay term هو اللي يناقصها، كانت هنا أعلى قيمة خالص، كانت الـ ed current تساعد المين، حلو؟ لحد ما وصلنا إلى المنتصف، كانت الـ ed current ضد المين تماما، فساعتها كان total current بزيرو، لكن هنا كان total current أعلى ما يمكن، فهمت الفكرة إيه؟ يعني تركيز الـ current هنا أعلى حاجة، هنا أقل ما يمكن، في النص، ما هي أخبارك؟ قال لك أنا في منطقة كده، فألاحظ أن بعدها، الذي فاضل قليل، يعني إيه؟ أغلب الطائر متركز في حتة معينة، وفي هذا المكان ليس فاضح، في هذا المكان يقفين طيارات، حبّة كده، حبّة، 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 الـ center بس هو اللي يزيله، دعني بالك، الـ center بس غالباً، أو حتة كده صغيرة، هذا الـ loop الصغير، فأنا أريد أن أفعل ماذا؟ أريد أن أخذ منطقة مهمة جدًّا، في أي exponential term، يبقى إيه باور حاجة، صح؟ يبقى إيه باور حاجة، صح؟ يبقى إيه باور حاجة، يبقى إيه باور حاجة، يبقى إيه باور حاجة، يبقى إيه باور حاجة، هذه القيمة التي تعبر عن 37% من القيمة الأصلية، حلو؟ تحدث أمتى؟ يعني إيه هذا الكلام؟ يعني أنا لو معي، لو فردنا معي، 100 أمبير، رقم سهل، أنا أريد أن أعرف، فين المكان الذي أوصل عنده، أني بقيت 37%. يعني أكون وصلت 37% في 100% من ما كنت عليه، طيب، فهنا على سبيل المثال، في المنطقة، هنا كنت 100% في 100، كنت 100 أمبير، تركيزي 100 أمبير، عدت أنقص، 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 المكان الذي أوصل عنده، 37 أمبير، سنسمي المنطقة دي، بعدها عن الحفة اللي بره خالص، سنسميه، هتأي لون كده واضح؟ سنسميه إيه؟ ما نقص، سنسميه سيجمة، أو ما نسميه الـ Skin Depths، ماهي سكين ديبث؟ سكين ديبث، لكن السمك الجلد، هنا سمك سمك الحفة اللي بره، السمك المكان الذي تركز في الطيار، المكان الذي يوجوده أغلب الطيار، عندما كنت 100 أمبير، وانزلت 37 مم، وأن هذا المكان يوجد يقدم من الطيار، وهي 63 ممئة من الطيار، 63 ممئة من الطيار، كما تحفظ هذا الطيار، فهي ستحفظ هذا الطيار، بتاعك اللي انت بتترسه. في مكان ما في النص بنعبر عنه بخط كده. مش عالك في ايه. جيش اللي كانت تصرف. حلو. المكان اللي في النص ده. بنقول انه فاضي خالص. والمكان اللي على اطراف محش طيار. مش فاضي خالص بقى فاضي بدرجة معينة. فاللي بره بيبقى اعلى ما يمكن في تركيز الطيار. اللي بره ده خالص. اللي هو المكان اللي بره. ثانية. اهو. اللي بين الحفتين دول. اعلى حاجة في تركيز الطيار. حلو. وهنا بيبدأ يقل. 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 لحد ما يوصل للسنتر. ميبقىش في حاجة خلص. فالسنتر بيقى منفره. البقين دول بيقى فيهم شوية. دعنا نعمل كده. فيهم شوية. بس اقل من الاطراف. القاعدة اللي بيقولها ايه. انك لو رسمت جراف. دعنا نرسمه بالدكسر كمانا المرة دي. اهو. فالجراف هيبدأ من عند النقطة دي. هي اكتر نقطة. هي والطرف ده. الاثنين دول. اكتر نقطة فيها الادي كارنس بتأيد اي مين. او الطيار الاصلي. فبقى الطيوتر الطيار عالي جدا. فبنبدأ من هنا من عند اقصى خمة. يبدأ يقل. يقل مع الوقت الادي كارنس عما تبقى اقوى. عما تبقى اقوى. عما لا قرب من مكان الادي كارنس جاي ضد فيه. حلو. لحد ما نصل للسنتر بالزبط. انه بقينها صفر. ليه لان الادي كارنس قوية جدا في المنتصف. زي ما انت شفت في المثالة ده سورك هناك. بيكون اللوب جاية كده هو. والتانية جاية اختها كده هو بالزبط. وضد كلها. صح كده هو. مش اللوب واحدة بقى. ده لوبس كتير. فهنا بوصل لصفر. فهتلاقي هنا هو. اهوق بوصل لصفر. وهنا اقصى قيمة. فهتلاقي بنزل النقصان ايه? اكسبونينشالي. اكسبونينشالي. طيب. وبعد كده من الناحية دي برضو نفس الكلام. هتدأ تعلي. تعلي. تعلي عمالي اي ادي. او الادي كارنس عمالي تأثير. هتقل لحد ما وصل هنا. مين اللي بيكسب? الادي كارنس بدأ تأيدني اساسا. فهيبدأ اطلع بشكل اكسبونينشالي. اه. عشان نكسبها بشكل نظيف. يبقى المنحنة اللي بيوصف المعادلة اللي قدامك دي كلها. هو قدامك دايماعني. يبقى الشكل عامل شكل 7 كده. الاثنين اكسبونينشال تيرمس. الاثنين اكسبونينشال دي كي ترمي تخلي باله. حل؟ هذا دي كي اه. وده دي كي لو حبصتها من ناحية تانية او رايزنج ولا تزعل نفسي. حسب انت ماشي من انه اتجاه. طيب. فكده الخلاصة انه في نقصان من طرف اقصى حاجة على الاطراف بيكون اقصى قيمة للطيار. وفي المنتصف بيكون اقل قيمة. في السكة بيقول بقى عندنا تعريف مهم جدا. ان احنا الاسبونيشل دلما نخليه اي باور سالب واحد بيطلع لنا حوالي سبعة وثلاثين من مية. اللي هي اقلناها سبعة وثلاثين في المية. الرقم ده مهمة او بالنسبة لنا. لو خدتوا زمان انت لو فاكر خدنا في ال time constant والشيات دي. سبعة وثلاثين في المية يعني ايه؟ سبعة وثلاثين في من قيمتك الاصلية. فحنقول للمنطقة لو انت كنت هناك قيمتك على وي اكسس مثلا مية. المكان الذي هتفضل العمال تقل تقل لي لحد ما تصل لمكان حلو على الاكس. قيمتك على وي فيه سبعة وثلاثين في المية من المية دي يعني سبعة وثلاثين. انا جايب مية عشان سهل الحسابات. سبعة وثلاثين كنت انت فوق هنا مية امبير. لما تصل لسبعة وثلاثين امبير المنطقة دي. هنطلع كده هو. ونقول لك المسافة ما بينها. خلينا نقول لنا الخطة الاصفر. المسافة من الخطة الاصفر ده. والحافة. المسافة دي ما نسميها سيجمة. حيث السيجمة هي الاسكن ديبس. هل تعرف تعرف يعني سيجن ديبس تقول لي هي المسافة بين الحافة. والمنطقة اللي هاوصل فيها لسبعة وثلاثين في المية من قيمة او من مقداري عند الحافة. بس كده تعرف. تعريف بسطة اوعى فيك. جدا وضعي. وضعي. كمان. طب هنجيبه لأسباب مهمة. لأسباب هتعرفها في التطبيقات لما تخش قدام. والسبب بديه جدا وهي ان المكان اللي هاوصل فيه عند السيجمة ده. هكون اغلب الطيار عديته. تعرف يعني ان اوصل لسبعة وثلاثين مئم من المقدار اللي انت كنت عليه. يعني ان اوصلت لسبعة وثلاثين أمبير. حلو؟ في المنطقة دي. يعني تلاتة وستين في المية من الطيار محشور في الحتة اللي انت اللي تسميتها سكين افكت. فنقول بقاعد عامة. ان باختصار كارجي في في الخلاق في السيجمة في المكان اللي اسمه سيجمة. يوجد ايه؟ يوجد تلاتة وستين في المية عنه سيجمة اللي عند الحافة. لو عند الحافة في مية فيبقى عند اللح وقامت. اما تخلص السيجمة هتكون قطعت خلص ستة وثلاثين ويأفضل لك كام سبعة وثلاثين في المية من اللي انت كنت عليه فهي الفكرة. فيبقى كل اللي موجود في السيركل من جوه. السيركل دي. كل الهصل الليجوه دي سبعة وثلاثين في المية فقط من الطيار. لكن تلاتة وثلاثين في ما يسمى SkinEffect الذي يحدث له لذلك يحدث فيه Distribution غير متكافئ توزيع غير منتظم للطيار هذا يحدث مع AC Currents طيب السؤال البسيط جداً لو كبرنا الديامتر ولو صغرناه، من فيهم؟ ال SkinEffect سيبقى أوضح ال SkinEffect سيبقى أوضح لو لقى مكان ينتشر فيه أكتر لو أنت تقول لي AD Currents ستبقى مساحة المتاحة لها أكتر لأنها تتكون وبالتالي المجال المغتصية سيقطع سيقطع ال Conductor أكتر فطالما أنت العوامر كلها اللي بتكون أصلاً ال SkinEffect عملت قوي فيها فلما هتكبر الديامتر، أنت قويت كل العوامر فإن ما يحدث ال SkinEffect سيبقى أوضح فنقول أن كل ما الديامتر يعلى حلو أو نقول أن الإرية ستعلى الاثنين نفس المنطقة الاثنين نفس المنطقة دعونا نتكلم عن الديامتر نقول ما الذي يحدث ال SkinEffect ال SkinEffect سيبقى أكتر وضوحاً لأنك أكتنك بالبلد كده كبرت المكان اللي أنا سأترقم على سطفه فبدل ما زمان كانت حاجة بالمنظر ده انظر وهو حتى نفس المسائل لو كانت حاجة بالمنظر ده جميل دعونا ننشيل دول فدلوقتي يبقى حاجة كده يالله أنا أسألك مين في دول ال SkinEffect فيه أكثر وضوحاً أكيد ده ده اللي أكثر وضوحاً كبير بالبلدي كده حرفياً ببلدي كبير يعني الأطراف بتاعته أوسع المساحة على السطح المعرض للطيار لأنه يكون تركيزه عندها أعلى بقيت مساحة أكبر فبقى ال SkinEffect أوضح لكن ده كان سوانتوت فهم فكرة؟ ده يقضى للنقطة اللي وراها طيب بالمنطق ده بالمنطق ده تعال هنا لو عندي Conductor حجمه كبير بالمنظر ده وهيحصل فيه SkinEffect كبير أوي ايه الطريقة اللي قدر عليك بها المشكلة دي؟ SkinEffect عفاكة مشكلة لأنه بيكبر لك المقاومة SkinEffect بيخلي منطقة في نص طفضة ما بيعديش فيها طيارة فأنا كده عملا أدفع فلوس في ماتيريال ما بتعديليش طيارة ما أنا جايبها ليه؟ ده Conductor ده وظيفته يعدي طيارة فبنعالج المشكلة دي ازاي؟ بنعمل حاجة اسمها Stranded Stranded Wires يعني ماذا Stranded Wires؟ يعني ماذا Strand أصلا؟ بس أعني لك أتلك فقط ده هنا خلينا أجربه لك اهه في النقطة الثالثة دي Stranded Conductors أو Stranded Wires ده بنعمل فيها ايه؟ بنجيب ونقول ان ال Conductor لو كبير وكتلة واحدة بالمنظر ده وصلد فيه في النص القطعة كبيرة قوي ليس يمر فيها طيارة عكس لو قسمناها خلي المشهد زي ما هو كده بالظبط اهو لن يخرج وفيه في النص القطعة كبيرة مش مستغلة خد نفس البتاع ده بالظبط بس عمله بقى في شكل ايه؟ في شكل ويرز صغيرة جميعها فهعمل ويرز جنبي اخو جنبي اخو جنبي اخو يبقوا كلهم 6 عفل قليل 6 بعدين نحواتهم بـ 12 حل؟ اهو بعدين نحواتهم بـ 18 و بعدين نحواتهم بقعد من مضاعفات الـ 6 وفي الآخر كل ده سنحواطنه بغلاف من بره كده بدكت كده من بره والشكل النهي هو نفس الشكل ده بس السؤال بقى هل الفراغات هنا هيتكون على كل واحد فيهم؟ طيار على الحواف طيار على الحواف طيار على الحواف طيار على الحواف ويسيب السنتر برده يعني نفس الزائرة ستحصل برده وخلي بالك سيحصل فيه نفس الزائرة لا مشكلة بس على النطاق ده لماذا؟ لأن كل سلكية صغيرة منهم أصغر بكتير أقوى من السلكية كبيرة فالزاهرة ستبقى ليس واضحة هنا أصلا ليس واضحة أيضا فصغير مع صغير مع صغير التوتل هنا في التأثير أقل من التوتل هنا في التأثير الذي سأخسره هنا من المنطقة التي تتوصل طيار أقل بكتير من الذي سأخسره هنا هنا أخسر كتلة كبيرة أو مرة واحدة لا تتمرر طيار لكن هنا في حتة صغيرة في حتة صغيرة في حتة صغيرة كلما تصغر هذه الأرية كلما تأثير الـ Skin Effect يبقى أقل وضوحها فعشان كيف يقولني يفضل استخدام الـ Stranded Wires لكي تعالج مشكلة الـ Skin Effect يبقى الحال الآن نحن قلنا ثلاث حاجات يؤثروا على الـ Skin Effect الـ Frequency كلما يزيد الـ Skin Effect يزيد الـ Area أو اللي نقول أنها الـ Diameter كلما يزيد فطبيعة هيبقى أوضح فبالتالي الـ Skin Effect هيبقى أوضح الحاجة الثالثة بقى إنك لما تعمل Stranded لا الـ Skin Effect هيقل ساعتها هذه الوحيدة اللي هيقل فيها الـ Stranded Wires أما بتقسم السلوك بدلما سلك كتلة كده واحدة تقسمه سلك جنب سلك جنب سلك وتعمل ايه؟ باكتج جواهها سلك كده متفرعة زي ما تفتح سلك النت كده ولا سلك أي حاجة تليم من جوه سلك جنب سلك جنب سلك هذا من أهدافه أن يقضي على فكرة الـ Skin Effect فساعة الـ Skin Effect بيقل وضوحاً طيب الحاجة الرابعة هي إيه؟ هي اسمه إيه؟ Type of Material Type of Material يعني إيه؟ إن أنا لو جدت Material البرمياب التي يعلي اللي هي الميو دي عارف فاكرة الميو؟ اللي هي كما نقول إن ميو نود كان بتسوي أربعة باي فعشرة والثالث سبعة اللي هي بتاعت الـ Free Air أو الهواء يعني السماحية نسميها النفاذية أو السماحية النفاذية المغناطيسية أو السماحية المغناطيسية يعني قد إيه الوسط ده؟ بينقل جواء الفيد بسهولة الفيد المغناطيسي فلو أنا جايب الـ Conductor الماتيريال بتاعته اللي هينشأ جوها اللي هينمر فيها طيار كده فينشأ من نتيجته مجال مغناطيسي يدخل ويطلق كلام اللي قلنا من شوية ده كله لو الماتيريال دي بتحب تنقل المجال بسهولة بتنقله بسهولة بتنقله بسهولة وبقوة بتنقله بميوعة عالية يعني ايه ميوعة عالية؟ يعني تحب تنقله بتنقله المجال بقوة وبتنقله بدقة وبتنقله بقدر عالي لكن ده بتعوق نقل المجال المغناطيسي فطبيعي ده هيبقى إيه؟ هيبقى أحسن في القطع فيقطع أقوى فيكون ترد دومية أقوى فالسكن افكتو يبقى أعلى لكن هنا ده قليل فضعيف فمش يقل ده كويس فمش يحصل قطع قوي مش يكون ده رد دومية قوية فمش هيحصل ايه؟ مش يبقى فيه سكن افكتو واضح يبقى أخذ بالك علاقة ايه؟ هي هي تردية زي ما قولنا يعني ده بيعلى ده بيعلى ده يقل ده يقل يبقى علاقة البرميابيليتي او اللي هي التي تنفى ذي المغناطسية علاقة تردية زي ما قولنا مش تردية يعني خطية لا البرميابيليتي هي خلينا نقولها اللي هي الميو كل ما تعلي كل ما الاس هي كمان تعلي يعني اخذت بالك العلاقة اربع حاجات ثلاثة منهم اهو خلينا نقل ده في الفق شوية عشان تلقى مع بعضهم ثلاثة حاجات اربعة حاجات بيقصروا على skin effect ثلاثة منهم تردية يعني ده يزيد ده يزيد الfrequency يزيد ال skin effect يبقى وضح الديمتال يزيد طبعا يبقى وضح اللي هو skin effect او الظاهرة البرميبوليتي تزيد، قويت قطع المجال، فبرضو الاسكن افكتة يبقى وضح، طيب عملته ستراندد، اسمته الحتة تفرق تسود، اسمته السلك الكبير اللي كان كتلة وبتضيع مني كتير قوي من المكان اللي، الماتيريا اللي بيعديش فيها طيار، اسمته الحتة أصغر، فطبيعا هيقل الاسكن افكتة على كل واحدة منهم، والمجمل بتاع النقص اللي يحصل فيهم هيبقى قل من المجمل اللي بيحصل هناك، فالاسكن افكتة تبقى ايه؟ اقل وضوحة، تجد نفسك بدلا مكان ال هل قلت لك? ماذا؟ نقطة فاضية نقطة فاضية نقطة فاضية نقطة فاضية، هذه ليس مشكلة، أنا ستغضع عندي، المهم من المستسرك يحضر طيار، يحضر طيار اكتر من اللي كان يحضره هناك، قصة ايضا ها نعم، هناك شيء ثاني، اوه، اخر شيء آخر حقيقة أه فاكر لما قلت لك أن أنا عندي المعلم ده وداخل حاجة كده قلت لك المسافة بين المكان اللي هو الحافة اللي يبيعندها أقصى قيمة وبين المكان اللي هنوصل فيه لـ 37.000 من القيمة دي أو هنكون قطاعنا فيه 63.000 من مية وخلصناهم المكان ده بنسمي السنك بتاعه سيجمة أو بنسميه الـ Skin Debs جبنا لك قانون بقى الـ Skin Debs تحفظه وتعرفت تحسبها كيف لأي ماتيريا أنت عايز تحسبها بمعلومية شوية حاجات قال لك الـ Skin Debs تساوي جزر كبير تحط هنا الـ Resistivity اللي هي الـ Rho وتحط تحت By FmU Rho على By FmU قعد قراءة كده تلقتي وردك ورد لي كده عشر مرات قل Rho على By FmU عشان ستنساه Rho على By FmU طيب Rho على By FmU قلها ثانية خمس ست مرات طيب ولو عايز تفهم بقى ببساطة جديدة خلي بالها ببساطة عندما أزود دعنا نرى هذه العلاقة وننجد عندما أزود ماذا يحدث للـ Skin Debs هذا الـ Skin Debs هذا عكس الـ Skin Effect حاجة كده عكسه لماذا؟ لو الـ Skin Debs أوضح معنى كده أننا متراكم على الأطراف قوي 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 بصح؟ يعني الـ Skin Debs قليل فدائما الـ Skin Debs عكس الـ Skin Debs لو الـ Skin Debs واضح قوي يبقى الـ Skin Debs قليل جدا يعني متراكمين على السطح قوي يعني اللعمة يشوف يشوف أنه في النص فاضي لكن لو الـ Skin Effect ليس واضحة ستجد شكل عام كده ستجد حتة فقط في النص فاضية والبقى ده كله مليان طيار عادي فمشكلة سيلاحظ الفراغ اللي في النص فبقوا ساعة الـ Skin Debs كبير هنا العرض كبير وماذا؟ والـ Skin Effect قليل فهما عكس عكاس مهم الـ Frequency عندما تزيد ماذا سيحدث؟ تقول لي عندما الـ Frequency تزيد هزود الـ Skin Effect صح؟ فبالتالي عندما الـ Frequency تزيد هزود الـ Skin Effect فبالتالي سيجعله يتركز على سطحه أكثر فالـ Skin Debs هتقل فالتالي علاقة عكسية ده في المقام وده بره خاص فالعلاقة بينهم عكسية ده علاقته بأي حاجة فوق ترضية وأي حاجة تحت عكسية لو أنت تزيد في الحياة طيب الـ Me الـ Bremiability ليس قلي من شوية لما تزود الـ Bremiability أو اللي هي سماحية الوسط لنقل المجال فالـ MgT الأحسن لما تزودها المجال الـ MgT الأحسن وبالتالي تزيد الـ دومية أقوى وبالتالي الزهرة تبقى أوضح يعني إيه تبقى أوضح؟ يعني إيه تبقى أوضح؟ يعني إيه تبقى تراكم على سطحه أكثر يعني الـ Skin Debs هتقل Skin Debs هي الحتة لها هتقل يعني بالتالي العلاقة عكسية عشان كده هي في المقام هديك فهم القانون وليس حافظه خلاص وليس عمله ليس عمله Derivation نقل الطيار لو ده سمحيته نقل الطيار زادت مش معنى كأننا نقدر عادي طيار ادي كارنس أحسن وطيار المين أقوى أو أحسن فبالتالي هقدر الزهرة تبقى أوضح؟ الزهرة تبقى أوضح يعني إيه؟ يعني الـ Skin Effectي بقى؟ يبال الزهرة تبقى أوضح يعني كله يتراكم على سطحه أكثر فالـ Skin Effectي يقل قلت لك علاقة الـ Skin Debs في L علاقة الـ Skin Effectي بالـ Skin Debs عكسية ده عكس ده لو ده زادت يقل ده وده زادت يقل ده زادت يقل ده فمن فكرة؟ فعشان كده ده في المقام وده بره عشان كده علاقة بينهم عكسية ولو عايز فهم بالـ Resistivity سهلة الـ Resistivity اللي فوق معناها مقاومة المدى لمرور الطيار لو مقاومتك لمرور الطيار كبيرة يعني هي بتعديش طيار مش معنى كده أن الـ Skin Effectي مش مواضح لأنك بتعديش طيار خالص صح كده؟ فانت المين ضعيف والطيارات الدومية ضعيفة فالـ Skin Effectي يبدو ضعيف يعني ما الـ Skin Effectي ضعيف؟ يعني تبقى حاجة كده ثانية تبقى حاجة بالمنظر ده في النص كده حتة صغيرة فالـ Skin Effectي ضعيف ده يعني في مكان كبير الطيار بيعد فيه المكان اللي فضي في النص مش كبير معنى أن المكان كبير بيعد الطيار فيه فالـ Skin Effectي مش مواضح يبقى الـ Skin Depth كبيرة تنمت الفكرة فعشان كده علاقة تردية ده يزيد ده يزيد بالمنطق والله اللوجك يا جماعة فالمهم أنك في النهاية بتحفظ القانون لو قال لك احسب لي الـ Skin Depth حلو خذ بقى سيجمال كده مقام ده Conductivity لكن ده Skin Depth اعطت لغوة حتى تكتبش كده تكتب كده تكتب كده مش عادي في الصراحة بيكتبها ازاي سيجمال كده اه هي ده جميل انا اسف على الرمز الرمز ده اللي انا اسف على الـ Conductivity اللي هو ممكن تقلي بالرود تخليها واحد على سيجمال مهم يعني فالـ اسمها ايه؟ الـ Delta او اللي هي الـ Skin Depth نحسابها ايه؟ نحسابها ايه؟ نحسابها ايه؟ مقاومة المادة دي او مقاوماتها النوعية تقسمها على بايدة رقم ثابت في الـ Frequency اللي الطيار اللي ماشي في الـ Conductor ماشي به ماشي بـ 50 هرس ماشي بـ 1000 ماشي بـ 5000 اي رقم وفي الـ Verbiability بتاعة المتيريال اللي انت بتدرسها يبقى دول خاصيتين للمتيريال دي هيدوم لك جاهزين في المسألة سعب يأتي لك دي لحاجة كده يقول لك يقول لك يقول لك وميو نود بكده انت حافظ ميو نود الميو توتل هي ميو ار في ميو نود ميو ار دي هي مضاعفات ميو نود هي الميو نود هي برميبريت التعالي الهواء الـ Free Space الحاجة كده الهواء الحر حلو؟ بتساوي 4 باي في 10 أستالي في 7 كوكب كله حافظها حلو؟ المقام دي هي لك انها ميو ار في ميو نود ده التوتل بتاعها كان دخلنا زمان اقوى في الالكتريست كتير قوي والفيلد وكذا مادة طيب كميل حاجة ثالثة ممكن اقول هلك تيجي علي اسئلة الـ R دي عبارة عن ايه؟ برا كده الـ R بتساوي R و L على ايه؟ فالـ R الوحدة بتساوي R في A على L صح؟ ممكن تنزل L في المقام طيب كده المفروض اننا خلصنا شرح تعال بقى ايه؟ ننزل نحاول لحل اسئلة انا صوت اتنبح بص كده يقول لك الـ Gold هي Good Conductor عندها Resistivity كده يبقى دي الـ R بباشرة كده على طول دي الـ R هاي ممكن نعملها ازاي؟ دي كده اهو هي الـ R يقول لك وعندها essentially non-magnetic and is essentially non-magnetic عندها الميو ار دي بواحد جميل يعني الميو ار عارفينها لو تربطناه في الميو نود كده جدنا الميو توتل للقانون الـ Skin Depth Add a Frequency بيساوي كم مديني Frequency معروف ايه بكذا وعايز الـ Skin Depth طب الـ Skin Depth اللي هو ايه؟ اللي هو الرمز اللي قلنا عليه ده بيساوي جزر كبير كده هو حط Resistivity فوق 2.4.4 10.8 حط في المقام الـ في الـ Frequency في الميو توتل اللي هي ميو نود في واحد يعني ميو نود في ميو ار اللي هي ميو نود يعني كم 4.5 10.7 التوتل تعال نشوف هيطلع كم امسك قلتك حط هنا الجزر كبير فوق 2.4 10.8 تحت باي في خمسين فاربعة باي ف10.7 والنتج طلع 0.01111 ده النتج ان شاء الله اين هو اهو النتج مصبوط اللي هي يعني لو ادص لو ادص ENG هيتعالعلك بالملي متر وده سهل جده تعال نخش بقى الأسئلة اللي انا ايه اللي انا جايبها اسئلة جميلة قوي مش حتاجة مجهود ويقول لك هنا اسئلة غير من النظرية يقول لك بسبب non uniform distribution of current توزيع غير المتكافئ او غير المتساوي او غير المنتظم للطيار حلو الزيادة في ال resistance في ال conductor بتعرب في ايه الزيادة في ال resistance معناها ان في مكان مبقاش يعد طيار الظاهرة ان في مكان ما يعديش طيار دي وانه مكان تاني عدي اللي هي skin effect اعرف به هنا بيقول لك وصل تعال نوصل كده يقول لك ال skin effect هى ايه؟ هي tendency ده التعريف تندنسي او الميول of high frequency current بتاع الطيار اللي عنده Frequency عالي انه يعمل ايه؟ to crowd towards the surface انه يميل او يمشي نحي السيرفس فقط يمشي في السيرفس فقط of a conducting material فديه ال skin effect يبقى ان الطيار اللي عنده Frequency عالي بيمشي اكتر على الاطراف اكتر منه في المنتصف ديه ظاهرة اسمه skin effect ال ac wave form هذه مش عليك بس انت حاجات تخطيها زمان قويه ال ac wave form هي ال quantity التي تختلف sinusoidally with a with time تختلف بشكل جايبي مع الزمان مش شرط جايبي يعني ال ac ممكن تكون حاجات كديرة ال phaser هي representation of alternating current varies the time او varies with time يبقى الاجابة هي الثلاث توصيل الدول انا بس يهمني منهم skin effect skin effects and proximity effects ديه اللي هنخدها للدرس الجاي are found in بنلاقيهم في اين؟ في النظام DC؟ قلنا لا ال DC لا يمكن ان يظهر فيه حاجة من اتنين دول لان ال DC frequency بصفر فمستحيل هنا يحصل قطع لان المجال اصلا بشكل متغير فمش هينشئ طيارات دومية فمش هينشئ اصلا اضعاف لي في المنتصف وتقوية على الاطراف مش هينشئ الكلام ده خالص فهو بينشئ في ال ac فقط بعدها ايه ال diameter ال conductor بيقولك what is the diameter of a conductor inversely proportional to ايه الحاجة اللي بيتناسب ال diameter معها التناسب عكسي تعال نشوف وكلها skin effect ايه الحاجة تحتل skin effect تعال كده عشان اعملها لك بوضوح لسا عملينا من شوية اساسة طيب هنكتب قانون ال skin depth اللي احنا ماخدناش غيره لحد لقتي اللي هو حاجة كده هو بيساوي رو على باي F ميو الرو ما هي الا R في A على L وال R اصلا والA كده كده اللي هو ال area بتتناسب مع ال D وممكن نربع على الطرفين شننجز بما ان ال A بتتناسب مع ال D والA نفسها بتتناسب مع ال S square يبقى ال D بتتناسب مع ال S square او مش ال S بقى اللي هو ايه الرمز ذا square اللي هو اللي هو يبقى اللي جابها square of skin effect يبقى ال diameter اللي هو بيتناسب مع ال area والarea بتتناسب مع ال square of skin effect يبقى هو دا التناسب الصحيح حاجات دي ممكن ما تجيلكش قوية فسنينينا من ايه بنتضرب عشان نفتكر نرجع للقس بيقولك ال skin effect بيزدد بزيادة بيزود ايه بيزود ايه ظهرت ال skin effect بتخلي حتة في النص كبيرة ما يعديش فيها طيار يبقى كده كبرت ايه كبرت المقاومة لاني منعت مرور الطيار يعني كبرت معاوقة الطيار يعني كبرت المقاومة resistance هي الكبيرة In skin effect The skin depth is proportional to بتتناسب مع ايه Frequency طردي ولا عكسي ولا مش عارف ايه فال skin effect اللي هو اعتبره ال skin depth بالنسبة لنا 3 يقولك ال skin depth بتتناسب مع ايه هو اصلا بيساوي الجزر رو على باي اف ميو فالف في المقام وفيه جزر كبير برا يبقى بيتناسب مع واحد على جزر اف في المقام يبقى واحد على جزر اف هذا التناسب بتاعه لانه مواضح زيه الشمس The skin effect في Transmission Line او في خطوط النقل اللي بين البيع اللي هي الموصلات دي The skin effect بيتأثر بايه هل بيتأثر بمقاومة Transmission Line ولا بيتأثر بالcurrent اللي ماشي جواه ولا بال cross sectional area بتاعته ولا بالvoltage cross sectional area لا تلسه إليها من شوية The skin effect بتأثر لو انت السلك اللي ماشي تخن اكتر The skin effect هيبقى اوضح عليه هيبقى اعلى هيبقى المكان المعرض لانه يمشي في طيارة على الاطراف بقى اكبر فالarea من العوامل الاربع المؤثرة على The skin effect لنقومنا اربع عوامل المؤثرة عليه Frequency والarea بتاعتك وشكله stranded ولا لا والحاجة الاخيرة type of material اللي هي البرميابيليتي اربع حاجات ايه تنسى The skin effect is only noticeable بيبقى ملاحظ امتى عند الهائر فريكنسي او عند الهائر فريكنسي عند الهائر فريكنسي عند الهائر فريكنسي هائر فريكن يكون القطع قوي فيتكون الرد دومية قوية فيبقى التأثير واضح جالي على الاطراف جامع ايه اللي هيبقى ايه اللي هيبقى لو الارتنينت الكرند عدى فيه كوندكتور ايه اللي هيبقى عبارة عن ايه انه جزء من الكندكتور بورشن بورشن فريكنسي يكون ايه يكون قليل كلما الهائر فريكنسي يكون قليل السكين فيك ليس يبقى واضح خالص لانه فريكنسي قليل معلنه القطع قليل معلنه في تأيارات دومية وفي تأيارات دومية قوية شيئة ضعيفة وبالتالي يقابة وضوح ستجد الموضوع باهة حتها في نص فاطئة والباقي كله مليئة ولما يكون الديامتر مال يكون صغير كلما الديامتر يكون صغير كل ما تلاقي الأطراف أساساً مش باينة من الكور. يعني كله السمك بتاعه مثلاً يعني 10 ملي. ففين السمك، فين الكور عشان يقى فيه أطراف؟ ده هو الدنيا كلها صغيرة أصلاً. فساعدتها بنقول إنه لدما يكون ديامنتر كبير عشان يظهر الـ Skin Effect ويكون الـ Frequency عالي عشان يظهر الـ Skin Effect. يبهينا الإجابة Low and Smoke. الـ Skin Effect of the Conductor بيزود الـ Effective Value of إيه؟ ما إيه؟ إيه؟ Resistance. كل الـ Skin Effect بيخلي حتة في نص كبيرة ما يعدي فيها طيار نتيجة التجاهات المتعكسة التي حصلت. المعنى كأنه منع مرور الطيار يعني كبر المقاومة. قصة طويلة بيحكي لك فيها أنه لما الـ AC يعدي في الـ Conductor بيتوزع توزيع غير متكافئ على مدار الـ Cross Section Area ويكون ساعتها فيه طيارات أكتر على الأطراف عن الـ Center وبسبب ارتفاع الـ Resistence في الـ AC عن الـ DC. كل هذا منسميه Skin Effect. هنا يقول لك إمتى في حالة الـ Conductor إمتى الـ Effective Resistance ساوي الـ Omic Resistance. الـ Omic Resistance يعني المقامة التي تحسابها من قانون أوم. الـ Effective إعتبارها للمقامة التي تحسابها حقيقي. إمتى الـ 2 دولة تساوهم مع بعضهم. إمتى المقامة النظرية تساوي المقامة الحقيقية الفعلية. هذا عندما يكون إسمعها إيه؟ الحالة التي تأتي DC يعني لا يوجد Frequency أساسا. Frequency Zero. ساعتها لا يوجد تغير يمكن أن يحدث في الـ Resistance. لو خمسة أوم تفضل خمسة أوم. لو مية تفضل مية. لا يوجد تغير يحدث إلا لو دخل Frequency في الموضوع. طول ما أنت موزع الطيار توزيع Uniformly أو Uniformly Distributed. على مدار الـ Cross-section كلها. سيفضل الطيار لديك DC. وبالتالي. أو أنت ساعتها يكون DC. وبالتالي Frequency صفر. وبالتالي لا يحصل أي تغير في الـ Resistance. لدي الحالة التي تبقى فيها الـ Resistance متساويين. لو Frequency زاد. سيزيده أيضا. سيزيده أيضا. لأنني صعب أقولها. هنا. أنا مندي غلطان فيها الصراحة. سأخذ كوبية من غير معدل. هذه المفروض أنها 3. لو Frequency زاد. يعني كأن المجال يقطع بقوة أشد. وبالتالي Skin Effect يبقى أوضح. الـ Stereo Current. عندما تمشي في الـ Conductor. لا تتوزع تلقائية. لا تتوزع بشكل منتظم. ولكن بتميل. لديه تندنسي أنها تبقى عند الـ Surface. أكثر منها عند الـ Core. هذا من المفروض الذي نسميها أيضا. نسميها الـ Skin Effect. سؤالها كلها تأكد نفس الفكرة. الـ Skin Effect يتعامل مع أنه نوع من الـ Current مع الـ AC. ما هي الـ Factor التي يعتمد عليها الـ Skin Effect؟ يعتمد على المقطع الـ Conductor أيضا. كل ما يكون أكبر. كل ما يكون الظاهرة أوضح. والـ Frequency أيضا. كل ما يكون Frequency أعلى. كل ما يكون هذا أوضح فيه. ويكون هو أقوى. وتركز على أطراف أكثر. ويكون تركز على أطراف أكثر. التلاثة هم التناسب الطرد الذي قلنا عليهم. يبقى كل هذه. ماذا في الـ Skin Effect؟ هل الـ Frequency؟ أم لا؟ أنه يوجد self-inductance. أنه يوجد الـ Conductor ليس في طيار. فتولد مجال مغاماتيسي. هذا يسميه self-inductance. أم أنه يوجد High Sensitive Material in the Center. طبعا هذا لا يوجد أي لعب موضوع أصلا. لا يوجد شيء في الـ Center. لكي نقول أنه يوجد Sensitive Material. فالإجابة هي Both A & B. عندما نستخدمه سنقلل الـ Skin Effect. الـ Stranded. Stranded يعني نكون مقسمين الـ Wire الكبير ومقسمين الـ Wires الصغيرة. الـ Wires الصغيرة ستقلل من total الفخت الذي يحصل في الطيار. من total الـ Skin Effect. الـ Skin Effect تقلل في حلقة واحدة. عندما تجعل الـ Conductor الكبير يكون Stranded Conductors. يعني مجموعة متصلة من الـ Conductors الصغيرة. في هذا المثال يقول لك. هذه معلومة لك. لا يوجد أي ضعب المنهج. الـ Skin Effect يكون negligible. حلو. عندما يكون الـ Frequency Subli. ماذا أدى؟ ماذا أدى؟ طول ما الـ Frequency Subli. أقل من 50. والـ دمامتر أقل من 1 سنتي. السلك ستستخدمه. لو أقل من 1 سنتي. أو التردد من التردد الذي يدخل فيه أقل من 50 هرتس. سيظهر أصلاً Skin Effect. وهيبقى مهمل جداً. لا يكاد يتكر. الـ Skin Effect يظهر عندما يكون السلك سميك. سمكه كبير. حلو أكثر من 1 سنتي. ولما يكون التردد الذي تردده عالي قوي أعلى من 50. غير ذلك لأنه يظهر Skin Effect. لا تظهر أن تجده هذا في سلك البيت. وهو طائره 50 هرتس. وممكن سمكه أقل من 0.5 سنتي. هذا لا يحدث في Skin Effect خالص. لا يكاد يذكر. لكن في حالات عندما يكون أكبر 1 سنتي. السلوك يقل تحت الأرض وكبير. ويكون التردد الذي يدخله بالميجا هرتس بالكيلو هرتس. هذه الساعة ممكن أن يظهر أقل. أنا سرحة كسلت أكمل أسئلة. أتركها مرتين إن شاء الله حتى نقيها. أتركها حاليا. أنا ممكن أضع لك حرفية من 20. ونجد أضع 50 و60. ممتينة حلوة. فقط. أكرار الخاتمة. ونقبل الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.